أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي زين قلوب أوليائه بأنوار الوفاق وسقى أخيار أحبائه شرابا لذيذ المذاق وألزم قلوب الخائفين الوجل والإشفاق فلا يعلم الإنسان في أي الدواوين كتب ولا في أي الفريقين يساق فإن سامح فبفضله وإن عاقب فبعدله والاعتراض على الملك الخلاق والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك يا مفتاح الخيرات السلام عليك يا معذن البركات السلام عليك يا صاحب البراهين الواضحات السلام عليك يا عميد الصادقين السلام عليك يا لسان الناطقين السلام عليك يا زعيم الصالحين السلام عليك أيها الإمام الصادق ورحمة الله وبركاته مما روي عنه صلوات الله وسلامه عليه قال من تعلم العلم وعمل به وعلم لله دعي في ملكوت السماوات عظيمة فقيل تعلم لله وعمل لله وعلم لله الساتذة طيوفنا الكرام جميعا مع حفظ المقامات والألقاب من داخل العراق وخارجه حياكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في ضيافة من تتشرف بخدمته الملائكة سيدي ومولاي أبي الفضل العباس عليه السلام بسرور بالغ وشرف رفيع تقيم الأمانة العامة للعتبة العباسية المقدسة مركز الصادقين عليهم السلام للبحوث والدراسات والتحقيق وضمن فعاليات أسبوع الإمامة الدولي الثاني مؤتمر الإمام الصادق عليه السلام الدولي الثاني رزقنا الله وإياكم التوفيق للسير على نهج إمامنا الصادق في الدنيا وأن لا يحرمنا من شفاعته في الآخرة بفضله وبفضل الصلوات العاليات على محمد وآل محمد يا أيها الضمآن دونك منبعك رتل ورو القلب عطر مسمعك هذا كتاب الله نبضك كلما رتلته دنة النجوم لتسمعك على بركة الله نبدأ هذا المؤتمر بتلاوة آيات بينات من الذكر المبارك الحكيم ننصت إليها بصوت قارئ العتبة العباسية المقدسة الأستاذ عمار الحلي يتفضل محيا بالصلوات العاليات على محمد وآل محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن تاب وعمل صالحاً فإنه يتوب إلا الله متابا وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُوا بِاللَّغْوِ مَرُوا كِرَامًا وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُوا عَلَيْهَا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِهِمْ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحييتهم وسلاما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحييتهم وسلاما خالدين فيها حسونة مستقرا ومقاما صدق الله العلي العظيم أفلح من صلى على محمد وآل محمد موفور الشكر والامتنان لقارئ العتبة العباسية المقدسة الأستاذ عمار الحلي على هذه التلاوة الطيبة شكرا جزيلا لكم وأسمعكم الله كل خير إلى الذين شرفهم الله تعالى بقوله بسم الله الرحمن الرحيم وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتَا بل أحياء عند ربهم يرزقون صدق الله العلي العظيم الذين تعجزوا الكلمات عن وصفهم إلا أنهم حقا الأجل قدرا والأعظم مثوبة وأجرا لشهدائنا الأبرار من قواتنا الأمنية وحشدنا وإلى روح علمائنا الأعلام نقف إجلالا لهم لقراءة سورة المباركة الفاتحة نبقى على هذه الوقفة المشرفة لينشد على مسامعكم الكريمة نشيد العتبة العباسية المقدسة والموسوم بلحن الإباء أبا الفضل يا فارسا لا يليم تذل المنايا ولا تستكي أبا الفضل يا فارسا لا يليم تذل المنايا ولا تستكي فأنت الحسام وأنت اللواء وأنت الثبات وأنت العبا فأنت الحسام وأنت اللواء وأنت الثبات وأنت العبا وقد كنت جيش الفدال الحسين وقد كنت جيش الفدال الحسين حياكم الله تفضلوا بحب طاها وحب الآل لي ولعوا وكل حب سوا هذين مبتدعوا بحب طاها وحب الآل لي ولعوا وكل حب سوا هذين مبتدعوا صلى الإله على طاها وعترته والمؤمنون بأعلى صوتهم رفعوا اللهم صلي على محمد وآل محمد نبقى وإياكم مع الكلمة الافتتاحية للجنة العلمية والتحضيرية للمؤتمر يلقيها سماحة الشيخ حمد الشمري يتفضل محيا بالصلوات العالية على محمد وآل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين الحمد لله الأول بلا أول كان قبله والآخر بلا آخر يكون بعده الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أذهان الواصفين والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين والله رب العالمين والله رب العالمين والله رب العالمين الذين جعل الله طاعتهم نظاماً للملة وإمامتهم أماناً من الفرقة وبعد من فيض صاحب الفضل والجود ومن تحت قبته المباركة وباسم مركز الصادقين للبحوث والدراسات والتحقيق التابع للعتبة العباسية المقدسة أرحب بالأخوة الضيوف الكرام أصحاب السماحة والفضل والأساتذة الباحثين الضيوف الكرام وأقول لهم شكر الله سعيكم وأجزل ثوابكم وزاد في فضلكم حيث الفضل كل الفضل في تداول العلوم والخوض في غمارها وخير العلوم أشرفها علم الأديان وخيرها أصولها والإمامة من أصولها إذ هي امتداد النبوة جعلها الباري علامة الإيمان والأصل في البنيان فالإمام هو الحافظ لميراث النبيين وصمام أمان من الفرقة في العالمين وراية هداية للمهتدين فعن صادق العترة صاحب الذكرة في كلام طويل له أقتطع منه مقاطع يقول عليه السلام في وصف الإمام من عرف من أمة محمد صلى الله عليه وآله واجب حق إمامه وجد حلاوة إيمانه حتى يقول جعلهم الله حياة للأنام ومصابيح للظلام ومفاتيح للكلام ودعائم للإسلام جرت بذلك فيهم مقادير الله على محتوماتها اختاره بعلمه إلى أن يصل إلى وصف الإمام اختاره بعلمه وانتجبه لطهره بقية من آدم عليه السلام وخيرة من ذرية نوح ومصطفى من آل إبراهيم وسلالة من إسماعيل وصفة من عثرة محمد صلى الله عليه وآله جعله الحج على عباده وقيمه في بلاده وأيده بروحه وأتاه من علمه وأنبأه فصل بيانه واستودعه سره وانتدبه لعظيم أمره وأنبأه فصل بيان علمه ونصبه علما لخلقه جعله حجة على أهل عالمه وضياء لأهل دينه والقيم على عباده نسأل الله العلي القدير أن نوفق في مؤتمرنا هذا لكشف السحب التي جللت شمس الإمامة من خلال ما جادت به أنامل الباحثين وستصدع به حناجر المتحدثين أضع بين أيديكم جهد مركزنا الذي دام قرابة الستة أشفر بلجنتيه العلمية والتحضيرية التي هما جزء من اللجنة العلمية والتحضيرية للمؤتمر وما تمخذ عن جهديهما وبنحو الإجمال كإحصاء أقدم لمركزنا فيما يخص مؤتمر الإمام الصادق عليه السلام خمسة وثلاثون بحثا من دول مختلفة وتفصيلها من العراق ثلاثة وعشرون بحثا من الجزائر أربعة بحوث من إيران أربعة بحوث من مصر بحث واحد من لبنان بحث واحد من بريطانيا بحث واحد من تركيا بحث واحد وبعد أن محصت البحوث وغربلت بغربال الرصالة العلمية المطلوبة في البحوث العلمية مع مراعاة الشروط الخاصة بالمؤتمر وبشروطه للبحوث المقبولة قبل منها عشرون بحثا غطت بمجملها المحاور الخمسة للمؤتمر وحوت بروحها العنوان العام للمحاور الخمسة وهو منهاج الأئمة في تربية الفرد والأمة ولا يفوتني هنا أن أتقدم بالشكر الجزيل والثناء الجميل لإدارة المؤتمر ابتداء من المشرف عليه وراعيه وصاحب فكرته المتولي الشرعي للعتبة العباسية المقدسة سماحة السيد أحمد الصافي دامت بركاته وكذلك السيد الأمين العام دام توفيقه وانتهاء بكل من ساهم في هذا المؤتمر وبالخصوص الأخوة الباحثين الكرام الذين ساهموا في هذا المؤتمر والذين أعارونا وقتهم وفكرهم وإقلامهم ليثروا الواقع بالعلم والمعرفة وكذلك أتقدم بالشكر الجزيل والثناء الجميل للباحثين الذين لم تقبل بحوثهم وأتمنى لهم التوفيق والسداد في المؤتمرات القادمة حيث استمرار مؤتمر أسبوع الإمام هذا والحمد لله لي ولكم وأستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين والسلام عليكم شكرا جزيلا سماحة الشيخ حمد الشمري على ما تفضل به من كلمة طيبة على بركة الله نبدأ استثمارا للوقت هذه دعوة للأستاذ الدكتور سرحان شفات لرئاسة الجلسة البحثية وهذه دعوة أيضا لسماحة الشيخ علي الغزي لإلقاء كلمته البحثية نستقبلهم بالصلوات العالية على محمد وآل محمد شكرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين أستاذة الحضور الكرام مع إجلالي لمراكزكم ومكانتكم الجليلة وأعلى مكان أن تكونوا ضيوفا لأبي الفضل العباس صلوات الله وسلامه عليه الحضور الكرام جميعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعلى بركة الله نفتتح هذه الأصبوحة العلمية التي يقيمها مركز الصادقين للبحوث والدراسات والتحقيق وهي مسمات باسم مولانا أبي عبد الله الصادق صلوات الله وسلامه عليه وهي جزء من فعاليات مؤتمر الأسبوع الإمامة الدولي الثاني الذي تقيمه العتبة العباسية المقدسة تنتظم هذه الأصبوحة في قسمين القسم الأول سيتولى المحاضرة الافتتاحية فيه جناب الشيخ الكريم الشيخ علي الغزي حفظه الله ورعاه أما القسم الثاني فلدينا فيه أربعة أبحاث وهذا العدد يمثل انتخابا من مجموعة من البحوث وبقية الأبحاث تنتظم في قسمين القسم الأول أنها تشترك ولا تلقى مراعاة لقضية الوقت والقسم الثاني قلص أمس بناء على ضرورة مراعاة الوقت كل بحث ستكون الحصة المقررة الحصة الوقتية له ستكون عشرين دقيقة والمداخلات معه في عشر دقائق أرجو من السادة الباحثين الالتزام بقضية الوقت لأن فن إدارة الوقت يعكس رسوخ المعلومة والقدرة على تقديم هذه المعلومة في هذا الوقت إنما يمثل جزء من آلية وكارزمة البحث العلمي وتمكن الباحث من بحثه ومن إدارة وقته أدعو للجميع بالتوفيق وأدعو صديقي الشيخ علي الغزي إلى إلقاء ورقته البحثية وقبل أن يلقي يعني اسمح لي أن أميز بشيء واحد فقط صديقي الكريم الشيخ هو الوحيد الذي لا يصاب بقضية الوقت لأنني اشتركت في عشرات الندوات والبحوث للأمانة واعتذر عن هذه الشهادة لم أرى شخصا منتظما في وقته كالشيخ علي الغزي شكرا له ولكم وتفضل جناب الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن حتى قيام يوم الدين البحث بعنوان نافذة على المنهج التربوي عند أهد البيت عليهم السلام من القيم المعرفية المهمة البحث والتفتيش عن المناهج العامة لقادة الأمم وأعيانها خصوصا إذا كان هؤلاء القادة ممن حضوا برعاية إلهية كالرسل والأنبياء والأئمة الأوصياء الخصوصية تنشأ من أن مواقفهم لم تكن مواقفا ارتجالية عفوية مؤطرة بالجهد البشري الخاضع لمبدأ الإصابة والخطأ وإنما وإنما يكون في الحقيقة جهدهم ملؤه الصواب ولا يحد عنه فتشخيص منهجهم العام وطريقتهم في بناء الأمم وحضارتها لا شك يكون نبراسا مهما لمن يهتم بذلك ويريد أن يسهم في بناء الفرد أو الأمة التي يكون جزءا منها ويزداد الأمر أهمية في خصوص الموضوع لأن الموضوع ليست أمرا مجانبا لتفاصيل الحياة وإنما هو من صميمها نتحدث عن التربية وأي فرد من أفراد البشر لا يكون له مساسا بها وأي مساس هي تمثل وجوده من منذ أول آناته إلى حين رمسه فموضوع مرتبط بالإنسان في كل تفاصيله في ولادته في طفولته في صباح في شبابه في بلوغه في شيخوخته في كل أطواره في كونه طفلا في كونه صبيا في كونه شابا في كونه أبا في كونه أخا في كونه عما في كونه أستاذا في كونه صديقا ما شاء الله كل تفاصيل الحياة تخضى لمنطقة تربية ومن هنا كانت محاولة تلمس المنهج العام لأهل البيت صلى الله عليه وسلم في منهجهم العام في مجال التربية كانت هذه المحاولة تزداد وتحظى بهمية كبرى لكن في نفس الوقت مع وافر هذه الدواعي وأهميتها وعظيمها لكن الإنصاف الموضوع كبير ولا يمكن أن يحاط بمحاضرة واحدة أو ببحث واحد ولذا اضطررت اضطرارا علميا ليست تواضعا اضطررت أن يكون البحث تحت عنوان نافذة على المنهج التربوي عند أهل البيت لا يسعني أن أتحدث عن المنهج التربوي بوصف دقيق تفصيلي فإن ذلك مما يحتاج ربما الأعوام ويستغرق كتبا لا يمكن أن توفيه محاضرة مهما كبرت واتسعت فمقتضى الإنصاف العلمي أن يوصف البحث بما يستحقه في واقعه يستحق وما يستحقه البحث الذي أريد أن أكون في خدمتكم من حيث بيان تفاصيله هو ليست إلا نافذة على المنهج التربوي العام أما تفاصيل هذا المنهج التربوي العام ودراسة خيوطه وتفاصيله الدقيقة فمن نافلة القول أن أقول لكم أنه لا يمكن أن تستوفيه محاضرة إذن ما نقصده ما نرمو إليه بالغ الأهمية عظيم الشأن واسع المجال لكن كما قيل فمعلوم أن الذي لا يدرك كله لا يترك كله على المرء أن يسعى وليست عليه أن يكون موفقا فنقول بحول الله تعالى وقوته التربية لغة من ربا يربو بمعنى نمى وزادة لكن ليست مطلق النمو والزيادة وإنما تلك الزيادة التي يقوم المربي على إيجادها في المربى من أجل إيصاله إلى ما أمكن من كماله المنشود وقد اهتم أهد البيت صلى الله وسلم عليه في تربية الأفراد الذين يحوطونهم والمجتمع بشكل عام ونجد معالم التربية في ما روي عن أهد البيت نجدها في أمرين في سبيلين السبيل الأول ظاهر وبارز لكل من لاحظ المواضيع والقيم الأخلاقية التي تناولوها صلى الله وسلامه عليهم في كلماتهم ليس خافيا والأمر الثاني أمر خفي مستطر مستبطا في هذا الأمر الظاهر وهو ما نقصده أعني الطريقة العامة المنهج العام الإسلوب العام في هذا الهدف التربوي فعند ملاحظة روايات أهد البيت بشكل عام وروايات الصادقين بشكل خاص وتخصيص الصادقين ينشأ تخصيص الصادقين في الذكر ورواياتهم ينشأ مما روية في الأخبار الصحيحة شيخ الكوليني ينقل رواية معتبرة السند طويلة أذكر لكم مضمونها أن الفقه الشيعي بكل تفاصيله إنما امتاز عن بقية المدارس الفقهية الأخرى امتاز في زمن الإمام الباقر صلى الله عليه ثم استمر من بعده في زمن الإمام الصادق فهذا الامتياز للفقه الشيعي يعطي مزيد حضوة لما روي عنهما مضافا إلى كثرة المأثور الروائي عن الإمامين الصادقين قياسا بباقي الأئمة فمن هنا امتازت خصوصية مروياتهم على غيرهم والملاحظ أن المنهج التربوي العام لأهل البيت صلى الله عليه و سلامه عليه كان على مستويين المستوى الأول نظري والمستوى الثاني عملي ونقصد بالأمر النظري نقصد به البيان حينما نقول المستوى النظري نقصد البيان أنهم يبينون حينما يأتون إلى مفردة إلى قيمة تربوية المستوى الأول في الوعي التربوي الذي يخطوه أهل البيت هو بيان هذه المفردة هذه القيمة التربوية بيانها من عدة جهات بيان أصل ماهيتها وطبيعتها بيان آثارها بيان حدودها بيان آثار عدم التمسك بها وأيضاً بيان شروطها وخصائصها فالمنهج الأول في أدبيات أهل البيت صلى الله عليه وسلم وعليهم التربوية هو منهج البيان أذكر مثالاً توضيحياً لذلك حينما نأتي إلى قيمة المشورة المشورة أمر وسيلة من وسائل التربية أن يتربى الإنسان العاقل فضلاً عن المؤمن على أدب المشورة وأنه كلما عرضه أمر لا طاقة له به يستشير المؤمنين العقلاء فيه كي يعرف الموقف الصحيح الذي ينبغي له أن يتخذه حينما تناولته روايات أهل البيت تناولته بشكل التالي أولاً بينت قيمة المشورة وأهميتها ثانياً بينت آثار تلك القيمة ثالثاً بينت آثار عدم الالتزام بها رابعاً بينت شروط الشخص الذي ينبغي استشارته والشخص الذي لا ينبغي استشارته فكان بيانهم رسماً تفصيلياً لكل هذه القيمة التربوية بحيث لا يكون الإنسان حينما يريد أن يستشير لا يكون عمله عملاً في الحقيقة ليس منظماً ليست مرتباً وإنما يجد نقاطاً تربوية واضحة فيه ينبغي له أن يسير على هديها وهذا المنهج هذا المستوى مستوى البيان يأتي من منطلق في غاية الأهمية وهو أن البيان يمثل التكليف الأول الذي كلف به الأنبياء والرسل ما هو تكليف الرسول صلى الله عليه وآله وسائر الأنبياء عليهم أفضل الصقات ما هو تكليفهم الأول اتجاه الأمة البيان بسم الله الرحمن الرحيم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين البلاغ البيان المبين الواضح وأيضاً في قوله تعالى فهل على الرسل إلا البلاغ المبين وقوله تعالى ما على الرسول إلا البلاغ وقوله تعالى فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظاً إن عليك إلا البلاغ والتأمل في هذه الآيات وغيرها خصوصاً بملاحظة أسلوب الحصر المتكرر ما إلا هذا إسلوب حصر معروف في البلاغ يعطي أن التكريف الأول والأساسي للأنبياء والرسول هو البلاغ والبيان أما التطبيق والتنفيذ ليست مسؤولية الرسول وإنما هو مسؤولية المكلفين عنفسهم ويشهد ذلك قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه على التطبيق الإطاع التطبيق التنفيذ تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين فالمسؤولية الأساس للأنبياء والرسول والأئمة الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه ومسؤوليهم ومسؤوليتهم الأولى هي البلاغ والملاحظ من منهج أهل البيت في هذا في هذا المستوى أنهم لا يكتفون بالبيان فقط وإنما يردفوه بأمرين ضروريين جدا ومهمين غاية الأهمية الأمر الأول لما يبين القيم الاجتماعية لا يبينها على أنها قيم صرفه وإنما يرفدوها بتعاليل عقلائية توجب قبولها من قبل النفوس فلما يبين مثلا قيمة المشورة في مثالنا المتقدم لا يذكر قيمة المشورة كذا وإنما يبين العل العقلائية التي تدعو الإنسان لأن يحافظ على مبدأ المشورة مثلا أذكر مثالا لذلك فيما روي عنهم روي أنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي لا تشاور جبانا لاحظوا هذا بيان لما ينبغي للشخص الذي مؤهلات الشخص الذي يكون صالحا للاستشارة أولا أن لا يكون جبانا ليش لن يكتف النبي بهذا الخطاب ولو اقتصر عليه لكفا قوله حج وإنما وإنما أرفقه بتعليل عقلائي فقال يا علي لا تشاور جبانا فإنه يضيق عليك المخرج تحضون التعليل تعليل العقلائي ليست علة تعبدية صرفة أو ما يقاربها وإنما هو في الحقيقة أمر عقلائي أي عاقل يدرك يسمع هذا التعليل أن الجبانا يضيق على الإنسان المخرج أي إنسان العاقل يدرك هذه المعلومة يجد من نفسه تصديقا بها وإذعانا بمفادها كذلك قال ولا تشاور بخيلا ولم يكتفي بالبيان وإنما أرفقه بتعليل عقلائي أيضا فقال فإنه يقصر فإنه يقصر بك عن غايتك لأنه الغاية التي تقصدها ربما احتاجت في الحقيقة بعض الجهد المالي البخير في الحقيقة بحكم كونه بخيلا يقصر بك أيها المستشير عن أن تبلغ تلك الغاية لأنها لها متطلبات مالية فالملاحظ أنه النبي وهو يخاطب أمير المؤمنين والخطاب لنا لم يكتفي بالصفة التي تسلب أهلية الاستشارة عن الشخص وإنما علّلها بتعليل عقلائي كذلك قال لا تشاور حريصا ليش فإنه يزين لك شرها الحريص يعني ما يكون عند قابلية الإقدام فلما تعرض علي فكرة يركز فقط على السلبيات فإنه يزين لك شرها يبيت بالحقيقة أنه الخوض في هذا الأمر فالحقيقة ليست فيه إلا مزيد شر ومزيد تبعات إذن هذا الأمر الأول الذي يرفقه أهل البيت بالبيان وهو تعليل القيم المعرفية تعليلها بعلل عقلائي والأمر الثاني الذي يرفق أهل البيت صلى الله وآله وسلامه عليه البيان به الأمر الثاني هو ربطه بالله واليوم الآخر وأن هذه القيم لها ارتباط سينعكس على الإنسان في يوم ذهبه من ذلك مثلا في موضوعنا في موضوع الاستشارة عن المعل ابن خنيس قال أبو عبد الله عليه السلام ما يمنع أحدكم إذا ورد عليه ما لا قبل له به أن يستشير رجلا عاقلا دينا ورعا ثم قال أبو عبد الله عليه السلام أحد الأثر اللي رح يرتب الإمام الصادق أما إنه إذا فعل ذلك يعني إذا فعل الإنسان واستشار عاقلا دينا ورعا شن الأثر اللي رح يترتب لم يخذله الله لاحظون ربط القيمة الاجتماعية بالله بل يرفعه الله ورماه بخير الأمور وأقربها وأقربها إليه وأيضا روي عن الإمام الصادق عليه السلام قال من استشار أخاه فلم ينصح محظى الرأي شخص لا سمح الله استشارني وأنا ما انطلت تمام النصيحة محظى الرأي قصرت به ما هو الأثر الذي يترتب سلبه الله الرأي سلبه الله الرأي بعد قابليت على إبداء الرأي الله عز وجل يتكفل ويكون عقابا لتقصيره في بيان المشورة المحظة حينما طلبت منه هذا كله في الأمر الأول وهو المستوى النظري الذي قصدنا به البيان الذي يكون مردفا بالعلل العقلائية وبربطها بربط القيم الاجتماعية ربطها بالله عز وجل المستوى الثاني العملي ونقصد بالعملي في الحقيقة هو السلوك أو آلية السلوك أحد أمرين الذي يقدمه أحد البيت صلى الله عليه وسلامه عليهم لأتباعهم في مجال الامتثال بالقيم الفردية والاجتماعية التربوية الأمر الأول تقديم الأمر الأول الذي هو من مصادق الجانب العملي المحافظة على النموذج والقدوة في الاتباع من خلال تقديم قدوة حية تكون ملتزمة بتعاليم وبقيم الأخلاق التربوية ويأتي في هذا الشأن قوله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وأيضا مما روي عنهم روي عن الإمام الصادق تحديدا أنه أوصى بعض شيعته ينبغي التركيز على مثل هذه الوصية فقال لهم كونوا لنا دعاة صامتين واضح الوصية في مضمونها يحمل شيئا من الغرابة كيف يكون داعيا الدعوة تقتضي الكلام والجهر والحديث وهو لا ينسج مع الصمت الذي يطلبه الإمام كونوا لنا دعاة صامتين قالوا وكيف ذلك يبنى رسول الله شلون دعاة شلون صامتين قال تعملون بما أمرناكم تعملون إن الجانب العملي تعملون بما أمرناكم به من طاعة الله وتنتهون عما نهيناكم عنه ومعاصيه فإذا رأى الناس ما أنتم عليه علموا فضل ما عندنا فسارعوا إلينا أحتضر منكم كان المفروض أنه تستوفى بقية النقاط لكنه الوقت انتهى هذا وآخر دعوانا على الحمد لله رب العالمين وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين شكرا جزيلا لجناب الشيخ الكريم الشيخ علي الغزي حفظه الله ورعاه ونفتح باب المداخلة كل مداخلة في دقيقة وأرجو أن تكون المداخلة مداخلة في الموضوع مع شكر الجزيل الأخوة اللي عدهم بس يعرف بجناب المتداخل ثم في دقيقة واحدة بسم الله الرحمن الرحيم الصاد الحضور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته للصاد هيثم علي عبدالستار من محافظة ديالة مع جسير لغة عربية مداخلة بسيطة الأولى ما هي الأساليب التي وردت في منهجية أهل البيت عليهم السلام والمداخلة الثانية ما هي الآثار السلبية والإيجابية في هذا المنهج التربوي عند أهل البيت عليهم السلام وشكرا جزيلا تقصد ما هي الآثار الإيجابية أحسنتم عفوا الأساليب أشرت إلى أسلوبين عامين الأسلوب النظري والأسلوب العملي والأسلوب العملي كان فيه ثلاثة مستويات مستوى القدوة ومستوى التغير التدبيجي ومستوى التغير الدفعي الذي لم يسمح الوقت لبيانها تفصيلا أما الآثار فبلا شك منهجه البيت لا توجد فيه آثار سلبي إنما هي آثار إيجابية فقط والآثار في الحقيقة لا يمكن حصرها لماذا؟ لأنها في الحقيقة تتبع نوع القيم كل قيمة اجتماعية لها آثارها الخاصة المشورة لها آثارها الصداقة لها آثارها فما يمكن إسباغها في وصف عام تحت عنوان الأثر ممنون شكرا فاضل السلام عليكم بسم الله والحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفوا بعد الدكتور علي كارب المسؤول وحدة تعليم القرآن في جامعة واصل حسنا فعل الباحث إذ تخلص من النقد في استيعاب الموضوع بقوله إنها نافذة وهذا شيء جيد فات بعض السابقين لكن أقول من هذه النافذة عنوان البحث المنهج التربوي التربية بالمعنى الحديث كما نعلمها وشرح بعض أصولها ثم حاول أن يفسر قوله تعالى وما على الرسول إلا البلاغ المبين أن البلاغ بمعنى إيصال الرسالة بالقول وربما بالقدوة فقط أقول إذا جئنا إلى قوله تعالى ليزكيهم ويعلمهم الكتابة والحكمة يتضح أن البلاغ ليس إبلاغ القول فقط وإنما هي مراحل متعددة في صناعة الفرد والأمة تبدأ بالتزقية ثم التعليم ثم الحكمة وهي تطبيق هذا المنهج ليصل الإنسان إلى التكامل أو يقترب من التكامل هذا بإيجاز لو سمحتم أن أنطلق من البحث إلى المؤتمر والمركز الإمام الصادق فوق ما وكل الأئمة ولكن لدي شاهد فوق ما نخوض به بمراحل ومراحل ونحن مقصرون كثيرا كثيرا نافذة أهل البيت انفتحت على العالم كله من خلال الباقر والصادق وفؤاد سازكين يقول في الجزر الرابع من تاريخ التراث في معالجة موضوع جابر وردا على أحد المستشرقين الذي التفت إلى كتاب من كتب جابر فأنكره لأنه فوق مستوى البشر اسمه والكتاب يخوض في نقد الفلسفة اليونانية قال هذا الكتاب لا يمكن أن يصدر من عقل إنسان واحد ربما يكون من أربعين أو عشرات الباحثين في القرن الرابع فقط هذه الإضاءة نحن مقصرون في بيان هذا الجانب أن الأئمة فوق مستوى البشر وهذا أضعه على عاتق المركز وشكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا إذا بإجابة أحسنتم دكتورنا الكريم تفضلت شكرا دكتور بالنسبة إلى عنوان نافذة أشرت إلى أنه لم يكن يعني وضع هذه المفردة تواضعا وإنما كان وصفا حقيقيا لأنه لا يمكن إحاطة بتمام تفصيل الموضوع لعظمه وأهميته أما بالنسبة إلى ما ذكرت من الآية الكريمة فالتسكية ليست إلا المستوى العملي وتعليم الحكمة والتعليم والحكمة هو المستوى الأول اللي هو مستوى البيان فلا يوجد مصادمة بين الآية القرآنية وبين الشواهد الأخرى التي ذكرناها ممنون إذا ما عدنا مداخلة أخرى شكرا جزيلا على أفضل جناب الشيخ إحنا بهذه الجهة من نشوفه نعتذر بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم جميعا رحمة الله وبركاته علي الحكيم أستاذ الحوز هو الجامعة من لندن أشكر جناب الباحث على بحثه القيم وتوضعه في بيان العنوان وفي بيان المباحث فقد مجرد ملاحظة لتكميل البحث أنه مثل ما تفضل الدكتور كان ينبغي التفرق ما بين التربية بالمعنى الأخص يعني أصبحت لها معنى أصطلاحي في عالمنا المعاصر هو بين التربية بالمعنى الأعم أراه أنه قد استوعب جانب الأعم وهذه يسير المتعارفة عند الحوزويين أما لو أيضا تطرق إلى التربية بالمعنى الأخص وهناك مباحث جمع تفاصيل واردة في كتب التربية عند المفكرين المعاصرين سوف يكون البحث فيه إثران أكثر مبارك الله فيكم وشكرا أحسنتم مولانا نشكر لطفة اهتمامكم الملاحظة صحيحة ومن هنا كانت المحاضرة تحت عنوان نافذة هذه التفاصيل يمكن أن تذكر لو كان البحث يقصد في الحقيقة تفاصيل المنهج التربوي بكل خصوصياته لكان لزاما أن نقف على مثل هذه التفاصيل لكن المقصود في الحقيقة هو بيان الخطوط العريضة والعامة للمنهج العام التربوي عند إحدى البيت أحسنتم شكرا جزيلا والآن على بركة الله نباشر وقاع هذه الأصبوحة البحثية نفتتحها بجناب السيد عبدالستار الجابري في بحثه الموسوم بنقد القواعد الفقهية عند الإمام الصادق عليه السلام القياس انموذجا وجناب السيد عبدالستار جبار عدنان عبدالله الجابري تولد العراق البصرة حاصل على بكالوريوس في الرياضي وبكالوريوس في الفقه وماجستير وهو حاليا طالب دكتوراه في مرحلة كتابة الأطروحة وله الكثير من الأنشطة البحثية وحضور الندوات والمحاضرات والمؤتمرات ندعوه وندعو له بالتوفيق والنجاح بإذن الله الله سلامك الساعة سيدنا بالمل الآن الله سلامك سيدنا بالمل البحث يتناول موقف الإمام الصادق صلى الله عليه وسلامه عليه من القياس باعتباره مصدرا من مصادر استنباط الحكم الشرعي عند غير المنهج الإمامي عند غير الإمامية وقبل القوض في موقف الإمام الصادق صلى الله عليه وسلامه عليه من الضروري بيان مقدمة وهي أن مسألة الاستنباط أو المواقف الفقهية في الحقيقة منذ صدر الإسلام وحتى في أيام النبي صلى الله عليه وآله وليس ذلك منهج النبي صلى الله عليه وآله بل موقف غيره أنه تارة كان العمل على أساس النص وأخرى دخل الاجتهاد بمعنى الرأي في مقابل النص في تحديد الموقف تجاه واقعه معين من الوقائع وقد أخذ هذا المنهج طريقه في حياة المسلمين حتى أن المتأخرين في كتبهم الاستدلالية تعدوا مرحلة أن الصحابة كانوا يقولون كانوا يجتهدون إلى دعوة أن النبي صلى الله عليه وآله كان يجتهد في ما لم يرد فيه نص وعند طرح هذا الموضوع على واقع السيرة النبوية لا نجده حقيقيا يعني أنه أمر مدعا أبسط مثال في ذلك قضية المرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وآله لو كان النبي صلى الله عليه وآله يجتهد في ما لم يرد فيه نص كما يقولون أو كان يقيس كما يدعون فحينئذ كان يمكن أن يقيس هذه القضية على الهبة فيقبلها ويقول نعم تفضلي أهلا وسهلا إنها وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وآله أو يقيس المسألة على أن لا نكاح إلا بمهر والهبة تكون بلا ماهر فيقول لها لا يجوز ذلك ولا يصح بينما النبي صلى الله عليه وآله في هذه الواقعة في هذه الجزئية قال اذهبي راشدة حتى يأتي أمر ربي فهذا مثال في رسم طريق لمحاولة إغفاء صفة الشرعية على الاجتهاد وعلى القياس فيما لم يرد فيه نص ودعوى أن ذلك كان حتى من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن يراجع الكتب الاستدلالية للمتقدمين تاريخيا بالنسبة لنا والمتأخرين زمانا فعله في القرن الرابع أو الخامس الهجريين أو ما بعدهما يجد هذا المعنى مدونا في كتب الاستدلال فقضية الاجتهاد وهو المقصود منه العمل بالرأي في مقابل النص اتداءا وليس بذل الجهد بمعناها اللغوي هذا منهج وتبع بعد ذلك القياس وغيره من الأدلة الأخرى التي سعوا لاتباعها لاستنباط الأحكام الشرعية هذه كمقدمة أن هناك حركة وعمل لتأصيل أو شروع في قضية الاجتهاد والقياس ثم بعد ذلك قام المتأخرون بالاستدلال من المواقف المتقدمة ليكون ذلك استدلالا على حجية هذا الأصل لكي يمكن أن يستدل به في مقام استنباط الحكم الشرعي خاصة بعد أن أصبح علم الأصول يبحث باستقلالية عن المضاحف الفقهية والمضاحف الكلامية والحديثية في القرون المتأخرة يعني القرن الرابع والخامس والثالث الحجرية المورد الآخر طبعا لا أريد الدخول في ذكر الاجتهادات التي كانت في مقابل النص يكفي منها مثالا واحدا وهو جعل الطلقات الثلاث في مجلس واحد ثلاث طلقات تبين المرأة فيها من زوجها ولا تعود له إلا بنكاح جديد مستأنف من شخص آخر وهناك أمثلة كثيرة المهم في القضية أن هذا أصبح بعد ذلك منهجا متبعا للتأصيل لقضايا الاستنباط في واقع الفقه الإسلامي المسألة الثانية التي تخص بحثنا هذه كانت مقدمة للدخول في البحث المسألة الثانية التي تخص بحثنا ما هو القياس ما هي القياس ما هو القياس للقياس معنى ذكرهما السيد الحكيم رحمة الله عالية في أصول الفقه المقارن قال إن هناك معنى للقياس قد هجر والمراد والمراد منه تحديد العلل الحقيقية للأحكام لعرض النصوص عليها فما وافقها من الروايات أخذ به وما خالفها عرض عنه وكان ذلك للمتقدمين من مؤسسي مدرسة الرأي النحو يعني هذا النحو من القياس كان موجودا في عهد الإمام الصادق صلوات الله وسلامه النحو الثاني أو المعنى الثاني للقياس هو تشخيص وتحديد حكم موضوع معين على أساس وجود علة لحكم آخر يشترك فيها هذان الموضوعان أي معرفة حكم موضوع معين على أساس حكم موضوع آخر معلوم ثابت من خلاله يشخص حكم الموضوع الآخر لوجود العلة المشتركة بين الحكمين هذا معنى القياس بهذين النحوين الشيء الذي ندخل إليه قبل موقف الإمام الصادق عليه السلام من القياس ما هو موقع القياس في الفقه طبعا كمدرسة أهل البيت صلى الله عليه وسلم عليه أو من لم يقل بحجية القياس عند الآخرين الأوزاعي إمام أهل الشام لم يقل بالقياس داود الظاهري مؤسس المذهب الظاهري لا يقل بالقياس أبو إسحاق النظام وغيره من المعتزلة الذين قالوا بقوله أيضا لا يقل بالقياس أغلب الخوارج وكثير من الزيدية أيضا لا يقولون بالقياس فإذن أهل البيت صلى الله عليه وسلامه عليهم ومن ذكرناهم هؤلاء لا يقولون بالقياس بمعنيه سواء كان بمعنى معرفة العلل الحقيقية للأحكام وطرح الروايات عليها وأخذ الذي يطابق تلك العلل وترك ما لا يطابق أو المعنى الثاني للقياس وهو معرفة حكم موضوع ما لثبوته في موضوع آخر يشترك معه بالعلة الظنية فهذين المعنيين عند هاتين الطائفتين لا يكون للقياس وجود ولا دور ولا معنى ولا قيمة من الناحية الاستنباطية وناحية الاستدلال الفقهي أما من قال بالقياس المذاهب الأربعة وغيرهم يعني بعض المعتزلات كثير من المعتزلات بعض الزيدية بعض الخوارج هؤلاء يقولون بأن القياس دليل ضني دليل عقلي ضني فمرتبته تكون بعد النص والإجماع فإذا كان دليل من قرآن يأخذ به وترفع اليد عن القياس كذلك إذا كان هناك نص من السنة ويختلفون بعد ذلك فيما هو المعتبر من السنة والذي يكون مقدما على القياس هناك اختلاف بينهم في التفاصيل وكذلك الإجماع فهو عندهم من الأدلة القطعية اليقينية فهو أيضا مقدم على القياس بعض يقدم الخبر وإن كان ضعيفا على القياس البعض الآخر منهم يقدم القياس على الخبر إذا كان ضعيفا هذا بعد اختلاف في التفاصيل فإذا القياس بالنسبة لمن قال به واعتبره حج في الاستنباق تكون مرتبته بعد الأدلة القطعية التي هي القرآن والسنة والإجماع بما عرفوه وتبنوه أنه إجماع الأمة أو إجماع أهل كل عصر من الأعصار على خلاف بينهم في معنى الإجماع بعد هذا ننتقل إلى موقف الإمام الصادق صلى الله عليه وسلامه عليه من الإجماع طبعا موقف أهل البيت صلى الله عليه وسلامه عليهم ابتداء من الأمير المؤمنين سلام الله عليه ومن جاء بعده من الأئمة هو رفض القياس حتى روى الفريقان الرواية عندنا لو كان الأمر بالقياس لكان مسح ظاهر القدم أولى من مسح باطني القدم أولى من مسح ظاهرها والرواية التي عندهم لكان مسح باطني الخف أولى من مسح ظاهره وبعضهم يروي لكان غسل باطني القدم أولى من غسل ظاهرها فبالنتيجة المجموع إذا جمعنا هذا المجموع من الروايات الموجودة نرى أن أئمة أهل بيصوات صلى الله عليه وسلم عند الفريقين موقف أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم ورغض القياس وإن كانوا في مباحثهم الأصولية يحاولون أن يستدلوا بمواقف الأمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم أنه قد قاس فيها كذلك من طرح مسألة القياس في النقاش يذكر عن بعض معاصر النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول كيف أواجه الله الله تبارك وتعالى إذا قلت برأي أو قلت بالقياس ثم يستدلون في مواطن متعددة على قولهم بالرأي وقولهم بالقياس يعني اتجاههم واستنادهم إلى الرأي والقياس في تحديد ما يريدون وما يبينون عندما نأتي إلى الإمام الصادق صلى الله عليه وسلامه عليه نجد أن البرقي رحمة الله عليه في كتابه المحاسن ذكر فصلا كاملا في رد القياس وفيه رواية كاملة عن الإمام الصادق صلى الله عليه وسلامه عليه في موقفه من القياس رسالة للإمام الصادق عليه السلام يبعثها إلى القائلين بالقياس يقول يستدل فيها على بطلان القياس بأمور الأمر الأول أن العقول إذا كانت قادرة على تحديد وإدراك الحكم الشرعي لم يكن هناك ما يدعو إلى بعث إلى بعث الأنبياء إذا كان العقل البشري قادر على إدراك الحكم الشرعي ومعرفة الحكم الشرعي وتحديد الحكم الشرعي فلما يبعث الله تبارك وتعالى أنبياء يترك الله على الأمر للعقل البشري لتحديد الحكم الشرعي فبذلك كافي ذلك كافي في بيان الأحكام الشرعية لو كان العقل قادرا على ذلك فبعثت الأنبياء دليل على أن العقل البشري غير قادر على تحديد الحكم الشرعي المعنى الآخر في هذه الرسالة التي يبعثها الإمام الصادق صلى الله عليه وسلم وعليه إلى القائلين بالقياس أن القياس لا ينتهي إلى فك الصراع والخلاف وإنهاء النزاع بين المختلفين لأنه إذا كان البشر قادرا والعقل البشري له القابلية على إدراك الحكم فمن ينقل الحكم بالقياس من ينقل حكمه بالقياس إلى شخص آخر ذلك الشخص الآخر أيضا له نفس القابلية فحينئذين لا يكون قول أحد حج على أحد لأنهما مشتركان في القابلية على فهم الحكم الشرعي والمقدرة على تحديده بذلك ينتهي دور القياس ولا يمكن أن ينتهي التنازع والخلاف في تحديد الأحكام الشرعية الأمر الثالث الذي يبينه سلام الله عليه في هذه الرسالة أن من يقول بالقياس يتهم النبي صلى الله عليه وآله بأنه لم يأتي بدين كامل يعني لم يبلغ الأحكام الشرعية تبليغا كاملا بل كان هناك نقص في البيان اضر معه من جاء بعده إلى الالتجاء إلى القياس لتتميم ذلك النقص بالحقيقة نحن لو نظرنا إلى تأريخ النص نجد أن مدرسة أهل البيت سلام الله عليهم تذهب إلى أن النص قد استمر إلى سنة ميتين وستين هجرية حتى وفاة الإمام العسكري صلى الله عليه وسلامه عليه إذا قلنا أنه لم تكن في فترة الغيبة الصغرى هناك بيان للأحكام وإلا بعدها سيف يستمر إلى سبعين سنة ما بعد الغيبة الصغرى يعني بعد سبعين سنة ما بعد وفاة الإمام العسكري صلى الله وسلامه عليه وهذه الفترة ثلاثة قرون من استمرار النص كافية في تغطية جميع الحوادث التي يحتاج فيها المسلمون إلى النصوص التي تبين أحكام الشريعة التي يحتاج لها الفرد المسلم في المقابل أن الآخرين الذين يقولون بأن النص انتهى بوفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وليس بعد النبي صلى الله عليه وآله نص يرجع إليه هؤلاء بطبيعي الحال هذا الكم هذا الفترة المحدودة من النص مضافا إلى فترة منعة تدوين الحديث وما جاء بعده من وضع الحديث وبذل الدولة الأموية المال لوضع الحديث المكذوب وانتشار الأحاديث المكذوبة الأهواء والفرق والصراعات السياسية التي دفعت أتباعها لتأييد مذاهبهم واتجاهاتهم بوضع الأحاديث على النبي صلى الله عليه وآله هذا الكم المشوه الكبير من الأحاديث ما بين موضوع ومنسي ومزيد فيه ومقتطع من أدى إلى حالة من التشويه في الأحاديث الواصلة نعم هذه هؤلاء هذه الجهة هذا نحو من من الاتجاه في التعامل مع الناس كان بحاجة لأن النصوص التي وصلت إليه لا تفي بتغطية حاجاته أما لأن ما وصله لا يمكنه الاعتماد عليه لذلك لجأ إلى مسألة استكشاف أصول الأحكام الشرعية لعرض الأحاديث عليها كما فعل أبو حنيفة في تعاطيه مع الأحاديث أو من ذهب غيره إلى أحاديث أخر لكن وجدها لكن وجدها أنها لا تفي بالحاجة فاضطر إلى أطوال الصحابة وأفعالهم ثم إلى القبول بحتى الأحاديث الضعيفة كما فعل مالك بن أنس في مذهبه واذهب إلى القياس الاستحسان والمصالح المرسلة وغيرها من الأدلة الظنية التي حاولوا من خلالها ردم الهوى وسد النقص الحاصل في النص الروائي الموجود بين أيديهم فلذا نجد أن مدرسة أهل البيت صلى الله وسلم وعلى رأسها الإمام الصادق صلى الله وسلم وعليه باعتبار كثرة ما ورد عنه من النصوص في المجالات المختلفة في مجالات الفقه وغيرها كانت كفيلة بتأمين الحاجة التي يحتاجها الفرد المسلم في حياته وبيان الأحكام الشرعية فلم تكن هناك حاجة إلى مثل هذه الأدلة الظنية التي لم يتل عليها دليل قطعي يمكن الاستناد إليه في إثباتها والرجوع إليها في تحديد الحكم الشرعي أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صلى على محمد شكرا جزيلا أحسنتم شكرا جزيلا لسماحة السيد عبدالستار الجابري على بحثه القيم وأدعو له وللمستمعين الكرام بالتوفيق والإفادة ونفتح باب المناقشات لمن شاء أن يتداخل مع جناب السيد تفضلوا جناب الشيخ بسم الله الرحمن الرحيم حقيقة الفضيئة تثار يعني أثيرت قبل عوام وهو يوم أمس أيضا أثيرت فيما تعلق من مرحلة الإمامين الإمام الصائل إمام محمد الباق الإمام الصادق عليهم السلام أسرح أنطلق أنا من هذه العبارة لجناب السيد الله يحفظه معذرة جناب السيد الباحث والأستاذ الفاضل رئيس الجلسة والأخوة الحضور الله يحفظهم إن شاء الله فجناب السيد يقول أنه مرحلة الإمام مرحلة التي عاشها الإمامان الصادقان عليهم السلام تمثلان انتقال من مرحلة الفقه الحديثي المعتمد على نقل النصو السلام مرحلة تأصيل للقواعد الفقهية التي يستند إليها في مقام السنبات الفقه الآن السؤال يوين حقيقة أنه كما هو ثابت بأن الأمة يعني الحوزة العلمية انطلقت في عهد إمام الصادق وإمام باقر عليهم السلام وين سؤال بالضبط أنهم وجهوا أصحابهم لأجلاء في أن يبدو يعني ما دوق الأفتاء أدى السفيد من جناب السيد هل هو أفتاء بنان على الحديث أم افتاء بنان على أصول أم لاها لأمة عليهم يعني باعتبار ثابت أنه أمر أصحابهم بين يبدو أرام أو يفتو كلهم في منطقتهم فإنه فإن كان الأفتاء بنان على حديث أم على أصول أم لاها لأمة عليهم جزاكم الله خير جزاكم بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم فيما يتعلق بما تفضل به الآخ في هل أن ما أمر به لأمة صلابات الله وسلامه عليهم أصحابهم بأن يبين ويجلس ويبين ويفتو للناس هل أن كان ذلك بناء على الحديث أم أنه بناء على أصول بيّنها الأمة صلوات الله وسلامه عليهم في الحقيقة هذه في مرحلتين الأولى أن ما كان في عهد الأمة صلوات الله وسلامه عليهم المنهج الجاري في عهد الأمة صلوات الله وسلامه عليهم هو نقل حديث الأمة سلام الله عليهم حتى ورد عنهم الرواية الواردة فعليهم بالرجوع إلى رواة حديثنا فهم حجتي عليهم وأنا حجة الله وهذا ما نجده مستمرا حتى إلى القرن الرابع الهجري كان المسلك والمنهج المعروف والمتعارف والساري هو منهج نقل الرواية فما كان يجري في الواقع هو نقل كلام الأئمة صلواته الله وسلامه عليهم أما قضية الاستنبار والإفتاع على ضوء الأصول التي بيّنها الأئمة صلواته الله وسلامه عليهم لأتباعهم مثلا نجد أن أحد أصحاب الأئمة يأتي ويسأل يبن رسول الله من أين عرفنا من آية الوضوء أن المسح ببعض الرأس فقال عليه السلام من الباب فهذه مرحلة من مراحل الإعداد لأصحاب الأئمة صلواته الله وسلامه عليهم لإجراء عملية الاستنبار لكن يبقى مع ذلك أن العمل في ذلك الوقت كان على أساس بيان روايات أهل البيت صلواته الله وسلامه عليهم التي كانوا ينقلونها إلى الناس ومن خلال تطبيق مضمون الرواية يكون العمل لتحديد التكليف الشرعي في هذه المجالات أما قضية الإفتاء التي تجري في عصرنا هذه لم تكن معروفة في ذلك الوقت هذه قضية حادثة لربما إذا نتابع الجنب الزمنية يكون أب أول من جعل لها هذا النحو هو المحقق الحلي رحمة الله عليه في كتابه الشرعيات حتى الشيخ المفيد رحمة الله عليه في المقنعات كان ما ذكره هو يعني خلاصة المعنى الوارد في النصوص الوارد عن الأئمة صلواته الله وسلامه عليهم في كتابه الفقه شكرا جزيلا سماحت السيد نعم بسم الله الرحمن الرحيم شكرا سماحت السيد على هذا البحث واختيار هذا البحث والجرأة في الولوج في يعني جزئيات هذا البحث ولكن هناك مجموعة من التساؤلات وهذه التساؤلات أيضا موجهة إلى اللجان التحضيرية والعلمية في هذا المؤتمر مع هذه الجهود الكبيرة التي تشكر حقيقة أولا العنوان هو نقد القواعد الفقهية عند الإمام الصادق هذا عنوان خطر نقد القواعد الفقهية عند الإمام الصادق القياس إنموذجا هو قطعا السيد في بحثه ليس هذا مقصودا مقصودا أن القياس المعروف الذي متداول ولكن عندما يعنون بهذه الطريقة نقد القواعد الفقهية عند الإمام الصادق القياس إنموذجا هذا حقيقة المفروض يعني يلاحظ حتى من قبل اللجان العلمية والتحضيرية هذا تساؤل التساؤل الآخر المهم هو فك الاشتباك بين المصطلحات حقيقة هذا شاهدنا في كثير من بحوث المؤتمر المصطلحات إذا ما تم التداخل في مابياناتها حقيقة المعلومات تصبح معلومات مشوهة القياس المرفوض من قبل الإمام الصادق سلام الله عليه ليس هو القياس المنطقي وإنما هو التمثيل المنطقي وهذا عند الفقهاء واضح القياس الفقهي هو تمثيل منطقي وليس قياس منطقي فتمنيت على سماحة السيد أيضا أن يزيل الغبار في مقدمته عن هذه القضية حتى لا نرسل رسالة إلى الآخر اللي نقشه بأننا لم نميز بين القياس المنطقي والتمثيل المنطقي فالقياس الفقهي هو تمثيل منطقي وهو المرفوض أما القياس المؤلف من قضايا من كبرى ومن صغرى ووصول إلى النتائج هذا لا يرفض كل فقهان يستعملون القياس في الوصول إلى الأحكام الشرعية ولكن أي قياس هذه المسألة أيضا جدا مهمة الأمر الآخر الثالث هو استعمال مصطلحات أيضا سماحة السيد استعمل أكثر من مصطلح داخل البحث مثلا مصطلح الاجتهاد مقابل النص حقيقة هذا أيضا ما دام هنا المراكز علمية والمراكز البحثية الاجتهاد مقابل النص ترى يعني خرج من دائرة العلم إلى دائرة الإعلام وهذه مشكلة كما هو بحث التحريف تحريف القرآن خرج من دائرة العلمية إلى دائرة الإعلامية يعني ذري دا تهم شيخ أصرأ سنقل لنت تحرف قرآن الكريم وهذا بحث إعلامي صار مو بحث علمي كذلك مسألة الاجتهاد مقابل النص طبعا كثير من القضايا التي تطرح في فقه الآخر هو ليس اجتهاد مقابل النص وإنما هو تحرير محل النزاع لعلل الأحكام وتطبيقه على مصادق أخرى هذه مسألة جدا مهمة شكرا شكرا إذا سمحت لي جناب المتحدث الكريم أنا أعتذر من شخصك الفاضل شكرا جزيلا لا أراك حتى أوصف جنابك بالسيد أو الشيخ وكذا لكن إحنا أمامنا دقيقة واحدة فقط للمداخلات أرجو أن نستميحك عذرا في أن يرد سماحة السيد بدقيقة واحدة تبعا لتنظيم الجلسة طبعا أنا أحتراما للأخوة الأعزاء والأستاذ الرئيس الجلسة وأقدم اعتذاري أيضا لسماحة السيدة الله يحفظها وسماحة السيدة رجل له باعا واسع أنعم وأكرم به كثير من المطالب العلمية والوصولية والفقهية ومقامنا بالنسبة إليه مقام التلميذ للأستاذ ولكن باعتبار المحل يعني استميحه العذر في الجواب على ما تفضل به طبعا ما اعترض به سماحة السيدة الله يحفظ على العنوان هو وارد لكنه قابل للجواب فالمناقشة عندما نقول نقدر القواعد الفقهية عند الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يعني الطريقة التي أو الكيفية التي ناقش فيها الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه تلك القواعد فلربما الدقة الكثيرة في العنوان بل نتيجة العنوان حامل لكل المعنيين اللي يريد نعم يدقك كثيرا يتفضل بما تفضل به سماحة السيد والبقية واضحة من ما في داخل العنوان وأكرر اعتدار لسماحاته يعني جسارة في محظره أن أجيب بهذا الجواب الاثنين في قضية القياس المنطقي ما أشر إليها كان يعني من السوفي الحديث وسبق اللسان وإلا في داخل البحث أشرط إلى هذه القضية لدينا هنا قياس منصوص العلة وقياسات أخرى غير منصوصة العلة والقياس المنصوص العلة خارج عن دائرة البحث باعتبار أن علة الحكم قد ذكرت في لسان الشارع ويستنبط منها الحكم على هذه الأساس الذي عبر عنه سماحة السيد بالقياس المنطقي ولاش إشكاله فيه نعم ملاحظة السيد وارد على ما تكلمت به لكن هذه المسألة موجودة فيه داخل مطاوي البحث ما تفضل به سماحته من استعمال الاجتهاد في مقابل النص وإنه خرج من دائرة البحث العلمي إلى الدائرة الإعلامية نعم هذا في مجال الاتهام والأخذ والرد وارد لكن في الحقيقة أن جملة من الكتب الاستدلالية التي اطلعت عليها ورأيتها في مورد الاجتهاد في مقابل النص يقولون وبصراحة أن النبي صلى الله عليه وآله اجتهد ومن جاء بعده اجتهد فمثلا في قضية حرق أبي بكر للفجاءة يقولون أنه رأى المصلحة في ذلك واجتهد في حرقه مع أن الرسول صلى الله عليه وآله قد نهى عن الحرق فيرونه اجتهادا فيرونه اجتهادا فالقضية عندما طرحناها في هذا البحث ذلك لأنهم يرون أن ذلك اجتهادا اجتهادا وهذا موجود في كتبهم نعم لربما أنه مع الأطروحات وتقدم الزمن والمناقشات عفوا لدكتور بس الفضل جزاك أنا أشكر سماحتكم بس ليضغط الوقت الله يسلمكم يا رب وأنا أخشى أنه أخذ فقهيا إذا أخذنا من وقت الأقل الله يحفظك شكرا جزيلا لسماحة السيد الجليل عبدالستار الجابري وشكرا للسادة الفضلاء المتداخلين على هذه المداخلات العلمية القيمة وأدعو جناب الشيخ حميد فليح حسن الكلابي لأن يقدم ورقته البحثية وهو أستاذ متخصص درس في الحوزة العلمية في النجف الأشرف ثم درس البحث الخارج عند مجموعة من علماء حوزة النجف الأشرف وله شهادات دولية من جامعات أجنبية وعمل في قسم الشؤون الثقافية والفكرية في العتبة الحسينية وله بحوث والدراسات لتفضل مشكورا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبو القاسم محمد الله صلى على محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله لا يختلف إثنان بأن هناك الكثير من المشاكل العالمية ولكن قد يقع الاختلاف في جوهر هذه المشاكل وهناك طرحت الكثير من النظريات لمعالجة هذه المشاكل البحث في منشأ هذه المشاكل في الأسباب في المعالجات ولكن نجد أن هذه المشاكل في زيادة مع كثرة هذه النظريات والمعالجات هنا في هذا البحث إشارة إلى أصل جذري وجامع كلي لهذه المشاكل وهو فشل المدارس الفكرية والنظريات الفلسفية في بناء الشخصية الإنسانية الدراسة في هذا البحث في المنهج التربوي للإمام الصادق هناك دخول من أجل بناء كما أشاره العنوان التعاليم الإسلامية في بناء الشخصية الإنسانية دراسة السلوك الإنساني بمنعزل عن الأبعاد الأخرى في شخصية الإنسان لا يمكن أن نصل وأن يرتق الإنسان لماذا؟ ضرورة معرفة الشخصية الإنسانية باتت المدارس الفكرية متفقة إن شخصية الإنسان تتكون من ثلاثة أبعاد البعد الفكري العقلي في شخصية الإنسان وهو به امتاز الإنسان عن بقية الموجودات البعد النفسي الوجداني في شخصية الإنسان وهو من الأبعاد المهمة البعد الثالث هو البعد السلوكي في شخصية الإنسان كثير من النظريات قامت بدراسة السلوك بمنعزل عن البعد العقلي والبعد الفكري ولذا يعبر عن هذه الدراسات بأنها أحادية لماذا؟ لا كما قلنا لا يمكن معالجة السلوك لأن هناك بنية تحتية لهذا السلوك البنية التحتية للسلوك الخارج للإنسان هو البعد العقلي والبعد النفسي فمن أراد معالجة السلوك لابد أن يأخذ بنظر الاعتبار البعد الفكري والبعد النفسي في شخصية الإنسان هذا التقسيم الثلاثي هذه الأبعاد الثلاثة عندما نلتفت إلى التعاليم الإسلامية أيضا تنقسم إلى ثلاثة أقسام التعاليم الإسلامية المنظومة العقائدية منظومة الأحكام الشرعية ومنظومة الأخلاق والآداب طبعا نحن إن شاء الله أبناء التوحيد عندما نعتقد بأن هذا الخلق يعود إلى الله سبحانه وتعالى وهذه التعاليم أيضا المصدر الله سبحانه وتعالى هناك ارتباط في أبعاد الشخصية الإنسانية وكذلك في التعاليم الإسلامية فمن خلال الدراسة من خلال الأحاديث عن أهل البيت من خلال التوجيهات التي صدرت من أهل البيت في بناء الشخصية الإنسانية الرسالية المتكاملة نجد إنها هذه تنطلق من المبدأ من التوحيد بعبارة أخرى تنطلق من اللوحة الخماسية من أصول الدين أصول الدين بالاتفاق هي الأصول الثلاثة التوحيد والنبوة والمعاد بإضافة أصول الإيمان إضافة أصلي العد وأصل الإمامة فبناء الشخصية من المبدأ الذي هو التوحيد إلى المنتهى المعاد لا بد أن يمر من خلال قيمة العد فنجد التوحيد العد المعاد هذه الأصول الثلاثة كيفية الحركة والانطلاق من التوحيد إلى المعاد يعني من المبدأ إلى المنتهى عن طريق قيمة العد أن نحتاج إلى عنواني النبوة والإمامة من هنا تشكل اللوحة الخماسية في أصول الدين بناء الشخصية الإنسانية الرسالية عندما نلتفت إلى التقسيم الثلاثي في أبعاد الشخصية الإنسانية وكذلك التعاليم الإسلامية نجد أن الذي يريد طبعاً كل البشرية باتفاق تسعى إلى الوصول إلى التكامل بغض النظر عن التوجه عن التدين عن الاعتقاد كل البشرية تسعى إلى التكامل ولكن الاختلاف في الطريق الذي يؤدي إلى التكامل في المنهج التربوي عند الإمام الصادق عند أهل البيت عليهم السلام أنه نجد أن البعد العقلي الفكري في شخصية الإنسان يقابله في التعاليم الإسلامية المنظومة العقائدية فمن أجل التوصل والوصول إلى التكامل في البعد العقلي في شخصية الإنسان عليه بالعقيدة الحق في المنظومة العقائدية وهذا التأكيد وهذا ما جاء به الأنبياء في بداية الدعوة قولوا لا إله إلا الله تفلحوا فمن أراد الجد في السير من أجل التكامل عقليا عليه بالمنظومة العقائدية لذا نجد على مر التأريخ الإنسان يحارب في المنظومة العقائدية لماذا؟ لأن المحرك الحقيقي للإنسان هي العقيدة لذا على طول التأريخ من الطواغيت حقيقة بل حتى في هذا العصر نجد إن الشبهات دائما تستهدف البعد العقائدي في فكر الإنسان فيدخلون على الإنسان عن طريق عقله للوصول إلى العقيدة بالتالي الإنحراف فالتعاليم الإسلامية المنظومة العقائدية تعمل على ماذا؟ على التكامل الفكر يعني هذا القسم من التعاليم الإسلامية يقابل البعد الفكر في شخصية الإنسان أيضا المنظومة الأخرى منظومة الأحكام الشرعية تعمل على البعد النفس في شخصية الإنسان فمن أراد الوصول إلى الأطمئنان عليه بالذكر عن طريق العبادات لذا لا نجد عبادتين متشابهتين الآن عندما نلتفت إلى العبادات نبحث في العبادات لا يجد الإنسان عبادتين متشابهتين لماذا؟ لأن المقصود من هذه العبادة ليست هذه الحركات الظاهرية بل هناك الآثار المترتبة على هذه العبادات فنجد الصلاة تعطي أثرا يغاير عن الصيام وهكذا بقية العبادات فمن أراد أن يصل إلى التكامل والاستقرار النفسي عليه أن يعمل بجميع العبادات التي يعبر عنها بفروع الدين البعد الثالث البعد السلوكي يقابله في منظومة في التعاليم الإسلامية الأخلاق والآداب وقلنا ونكرر البعد السلوكي هو المظهر أو التجلي لماذا؟ لماذا؟ لمن؟ البعد العقلي وللبعد النفسي يعني إذا كان هناك سلوك منحرف بالخارج لا يمكن أصلاح هذا السلوك إلا عن طريق الفكر أو عن طريق النفس فنجد المنحرف أما ماذا؟ هناك خلل في فكره أو في نفسه فإذا من أراد أن يصل إلى الشخصية المتكاملة في بناء الشخصية الإنسانية؟ معرفة الشخصية الإنسانية وأبعاد الشخصية الإنسانية؟ معرفة التعاليم الإسلامية وكيفية الارتباط بين هذه التعاليم وبين هذه الأبعاد الشخصية؟ أما معالجة طبعاً النظريات الفكرية لماذا نقول إحنا هناك الخلل في معالجة المشاكل والأزمات الكبيرة تعود إلى جذر حقيقة إلى جامع كلي هو فشل المدارس الفكرية في بناء هذه الشخصية لماذا؟ لأن عادة النظريات الفكرية تأخذ بنظر الاعتبار الجانب أو البعد المادي في شخصية الإنسان تركز على الماديات بينما هنا في المنهج التربوي عند أهل البيت وبالخصوص عند متابعة أحاديث الإمام الصادق نجد أن هذا المنهج التربوي عند الإمام هناك يمتاز هناك خصائص لهذا حقيقة المنهج الوسطية والتوازن الابتداء أو الانطلاق من داخل الشخصية الإنسانية ولا يعتمد فقط على الظواهر الخارجية إضافة إلى أن هذا المنهج واقعي واقعية هذا المنهج في بناء الشخصية لأنه يأخذ بنظر الاعتبار البعد الطيني في شخصية الإنسان إضافة إلى ما وراء هذا البعد الذي يمثل حقيقة الشخصية الإنسانية أكتفي بهذا القدر وإذا كان هناك دقائق أخرى فأتصدق بها على اللجنة وأكون بخدمتكم أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للعمل بمنهج أهل البيت والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا جزيلا لجناب الشيخ ونعمة ما تصدقت به أمانة جزاك الله خير جزاء المحسنين ونفتح باب المداخلات يتفضل جناب الشيخ العزيز أخوة أم جناب الشيخ من رخصك وبعدين الدكتور عفا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم شيخي وجاري في الجلسة مصطفى مصر العملي الله يباركم أنا حبيت فقط أشد على أياديكم الله يحفظكم وفعلا التفصيل الذي ذكرتمه للمنهج التربوي بعناصره الثلاث المنطلق العقائدي أولا وما يتبعه من منطلق فكري وما يؤدي إليه من سلوك عملي هذه العناصر الثلاث التي تؤدي إلى تكامل ليس فقط المنهج التربوي بل كل ما يرتبط بسلوكيات الإنسان ولذا نستطيع أن نقول أن عنوان ما ذكرتموه دراسة في المنهج التربوي كان العل من الأدق أن يقال منطلقات المنهج التربوي عند الإمام الصادق لتكتمل الصورة مع هذه العناصر الثلاث وشكرا أحسنتكم الله خير سماحتي الشيخ شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الفرصة الأخرى أقول لا تعقب لي والاعتراض على المحتوى العلمي والمنهج للبحث جزا الله خير ولكن مداخلتي الصلاحية عندما تحدث عن الشخصية وعن التربية مصطلحات حديثة ثم عادة فجالة وهي مهمة صعبة بين المصطلح الإسلامي الأصيل والمصطلح الحديث في مدارس التربية وهنا أضع قط تحت كلمة التربية وكلمة الشخصية وأناقش في قضية النفس لو تتبعنا الروايات نجد أن مصطلح القلب أوفى في رواياتنا من مصطلح النفس ولا أريد أن أطيل في الشواهد شكرا جزيلا وأقول أوفى لنا الكيلة وتصدق علينا أن نراك من المحسنين جزاكم الله خير أحسنتم شكرا جزيلا أحسنتم جناب بسم الله الرحمن الرحيم شيخنا أول شي أقول لك رحم الله والديك حقيقة نحن من بداية المؤتمر الجيد هذا يعني البحث بحثكم الموقر يعني كان يلامس عنوان الجلسات كلها الإمامة فأنا أول شي أقدم لك شكري على البحث هذا الجيد والنقاط اللي أثرتها ويعني هو موسو ألبس مداخل لكم أنه نرغب إن شاء الله من الباحثين التركيز على موضوع التوحيد حضرتك اللي أشرت إلى لأنه من أهم أساسيات الإمامة هي التوحيد هم يعني دليلنا إلى الله كما يصرف الإمام علي رسول الله صلى الله عليه وسلم الدليل إلى الله سبحانه وتعالى وهو الذي كان يقول أمرني رسول الله أن أضرب خيار طيما الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فأحنا هم الطريق المستقيم إلى الله سبحانه وتعالى فيعني نتمنى أن يكون التركيز على التوحيد لإظهار يعني حاجة الإمامة الإمامة هي حاجة لكن الضرورة هي التوحيد فيعني نتمنى على الباحثين الذين سيئت ومن بعدك إن شاء الله أتركيز على الموضوع أرجع أشكرك على بحثك وعلى تركيزك نفسي بهالموضوع أحسنتم شكرا جزيلا أحسنتم شكرا جزيلا لسماحة الشيخ الكريم والأخوة المتداخلين شكرا جزيلا جناب الشيخ وأدعو أخي الكريم من مصر الأستاذ الدكتور عبد الحميد عبد السلام لإلقاء بحثه الموسوم بالإمام الصادق سلام الله عليه في مرآة الآثار والفنون الإسلامية والأخ الكريم الضيف العزيز من مصر هو وكيل متحف عواصم مصر للشؤون الأثرية وله سيرة علمية طيبة نسأل الله أن ينفع بها العباد أدعوه لإلقاء ملخص بحثه حياك الله جناب الدكتور العبد آمن هنا تبدأ بالله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على نعمه التي لا تعد ولا تحصى شكرا الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على النبي الأكرم سيد الأولين والآخرين معلم المتعلمين إلى يوم الدين عذرا رسول الله إن قصرت في وصف فإن جمالكم لن يوصف جاءت قديما زرة من نوركم قد جمل الرحمن منها يوسف والله والله لو قلم الزمان من البداية للنهاية ظل يكتب ما كفى والله لو ماء البحار جميعها صارت مدادا لوصف أحمد ما كفى يكفيه لقيا في السماوات العلا وبحضرة رب العظيم تشرفا يكفيه أن البدر يخصف نوره لكن نور حبيبنا لن يخصفا صلى الله عليه على آل بيته الطيبين الأطهار إلى يوم الدين يا رب اجعل من فمي بزر الفصاحة ينطق ليبلغنك أيها الصادق لكن ولو منح الفصاحة أبحر وأتى بها فياضة تتدفق سيظل في متح الإمام كأنه قزم إلى قمم العلا يتشوق أنا لم أنمق في المديح قصيدتي ولكن ذكر الإمام بها وحسب ينمقه وبعد في الحقيقة سوف أتناول موضوع الإمام جعفر الصادق عليه السلام من منظور الحضارة والآثار والفنون الإسلامية الحضارة الإسلامية كتب لها أن تكون أوسع وأكبر الحضارات الإنسانية على الإطلاق أكبر من أي حضارة لماذا؟ لأن كل الحضارات السابقة لها وسمت مثلا على سبيل المثال حضارة العراقية أو الحضارة المصرية أو الحضارة الفارسية أو حتى حضارة الصين كل هذه الحضارات انتسبت إلى بلد معين ولكن قدر لهذه الحضارة وهي الحضارة الإسلامية أن تحتوي كل هذه الحضارات تحت وطقت ومظلت كلمة الإسلام فهي أعم وأشمل وجاءت لتحتوي كل هذه الحضارات السابقة أخذت منها وأفاضت بعطائها والفن الإسلامي بشكل عام هو مرآة ناقلة صادقة لواقع الحياة المجتمعية أي أن ما يحدث في المجتمع نجد أنه له تأثير موجود في الحياة الاجتماعية ومنها نمازج من التحف والقطعة التي اجتملت على أنماط ثقافية من حياة الإمام الصادق عليه السلام كان لها واقعا مؤسرا في حياة الفرد والمجتمع تمثلت هذه القطع فيما ورد من أدعية شريفة مباركة أو من حرزه الشريف أو من ذكر اسمه الطاهر على شواهد قبور مصورة كل الحاجات ديت على قطع أسرية تمتاز بأصالتها وقدمها وذلك تيمونا وتباركا به أو ذكر اسمه الشريف ضمن الأئمة الإثنى عشرية ضمن قطع مستقلة كانت ترافق المسلمين في حياتهم واستخدموها كنوع من الحلي أو أثناء خوض المعارك الحربية مثلا أو التي تشمل أو تجتمل على منتجات خاصة بالأطفال إما للتيمن بشخصه الكريم أو للحماية ودرء المخاطر عن هؤلاء الأطفال وختاما ورد اسمه الشريف على نوعية من المصاحف عرفت بمصاحف الول أو مصاحف الدرج كذلك ربما يكون من الغريب أننا نجد قطع أسرية عبارة عن مجموعة من الأختام أختام كانت تطبع على ورق زيه ورق البرضي أو الورق الذي اشتهرت به بغداد في الصناعة وهي قطع أسرية أننا نجد اسمه الشريف على مثل هذه الطوابع والغرابة هنا أن هذه الوراق تمثل أحجبة إسلامية طب إيه علاقة الأحجبة بالإمام الصادق؟ زي ما اتفقنا أن كانت هذه الأسماء سواء اسم الإمام الصادق عليه السلام أو اسم الأئمة رضوان الله عليهم أجمعين كانت تكتب تبركاً وتيمناً بهم ولنيل البركة ولكسب مثلاً الخير الكثير أو لدر أي مخاطر بأي من أنواعها كذلك القطع الأسرية التي سنتكلم عنها دلوقتي حالاً تميزت بالتنوع تميزت بالتنوع من حيث المادة الخام فهنجد منها فخار هنجد منها قطع نسيج هنجد منها معادن كالحلي والزهب وكذلك قطع من العقيد كان لذلك لما رأينا مثل هذه القطع الأسرية رأينا أنه لابد من عمل دراسة مستقلة تكون مرآة صادقة وعاكسة وناقلة للجوانب الثقافية في حياة المسلمين وإبراز مدى حبهم والمكان التي تمتع بها والتي نالها عليه السلام في قلوبهم والتي أسرت بما لا يدع مجال للشك في حياة الفردي والمجتمع هندخل مع بعض سريعا على النمازج الأسرية زي ما حضراتكم شايفين ده خد أنا أسف ده طابع الطابع اللي حضراتكم شايفينه ده بشكل عام بيحتوي على شكل المحراب اللي هو حضراتكم شايفينه زائد أن القعدة بتاعت المحراب والتاج بتاع المحراب على شكل المشكاء المحراب في التفسير بتاعه أو في الرمزية بتاعته بترمز إلى سيدنا الإمام علي رضي الله عنه وعضاه طب والمشكاء بترمز لفكرة الإمامة كذلك هنجد أن معظم القطع الأسرية التي سوف نعرضها هتحتوي على إما آيات قرآنية زي آية الكرسي أو الآية الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا أو أننا سوف نجد الحديث المعروف عن سيدنا الإمام علي رضي الله تعالى عنه وعضاه نادي علي مظهر العجائب تجده عونا في النوائب كل أمر سينقضي بولايتك يا علي كل هذه الكتابات إنما كتبت على هذه القطع الأسرية تيمنا وتباركا ولنيل المقاصد التي من أجلها صنعت القطع الأسرية هذا تتبع عن تفريغ هنا لو حضراتكم شايفين أدي كلمة جعفر تمام طيب مثلا أحنا ناخد مثال واحد اللي هو ده لفكرة الهدف والغرض الوظيفي من صناعة القطع الأسرية هذا الطابع على سبيل المثال يعتبر من كتابات الأحجبة الشيعية التي تقضى بها الحوائج وتمنع الفقر وقد أوي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال نحن سفينة النجاة من تعلق بنا نجاة ومن حاد عنها هلك فمن كان له إلى الله حاجة فليسأل بنا إيه أهل البيت وأوي عن الإمام أبو الحسن الكاظم لا يدخل الفقر بيتا فيه اسم محمد وفاطمة من النساء وفي حديث آخر إذا ما كتبت أسماء الأئمة وأسماء آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم شريطة أن تسبق هذه الكتابات بالبسملة طبعا إحنا تكلمنا عن الآية القرآنية الكريمة وكذلك آية الكرسي التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم والله لو علمتم ما فيها ما تركتموها اللي هي آية الكرسي نوعية جديدة من القطع الأسرية المهمة جدا والتي تعود إلى مصر في العصر الفاطمي والمحفوظة في أكبر متاحف الدنيا في العالم الإسلامي كله وهو متحف الفن الإسلامي بالقاهرة أكبر متحف إسلامي على مستوى العالم قاطبة يحتوي على مجموعة قيمة من القطع الأسرية الإسلامية منها هذا المحراب الذي نسميه محراب متنقل نعايز أقول لكم أن المحراب ده عبارة عن كف في إيد كده ومع ذلك كتب عليه كتابات بأسماء الأئمة الإسن العشرية وهذه كلمة جعفر كذلك لو ديت نمازج مختلفة لفكرة المحراب طب إيه علاقة المحراب باسم الإمام الصادق عليه السلام أنه ما من محراب من هذا المحريب إلا وسجل عليه اسمه الكريم طيب هنا كمان قطعة من أجمل القطع القطع ديت عبارة عن قرص كان بيستخدم كتميمة التميمة اللي هي بتلبس في الرقبة زي الحراراتكم شايفين أنا حتى عملت لها تفريغ عشان نوصل الفكرة شايفين حراراتكم السقب ده؟ السقب ده في السمك بتاع القطعة بتلبس هنا سمك تمام وبتلبس كتميمة طيب هنا مكتوب عليها برضو أسماء الأئمة الإسن العشرية هنا نفس الكلام خاتم هذا الخاتم مصنوع من الفضة وله فص من العقيق وعليه أيضا أسماء الأئمة الإسن العشرية وليه اسم سيدنا جعفر عليه السلام كذلك هذا القميص قميص لطفل وعليه كتابات ومفعم مفعم بمعنى الكلمة بالعديد والعديد من الزخارف أنا هقول لحضراتكم سريعا هذا القميص طبعا كان يكتب بالحماية أنا عايز أقول لكم أن الكتابات دي مكبرة يعني الكتابات صغيرة جدا هنا ومطبوعة بطريقة اسمها قلم كار وهي من أهم الطرق التي نجح فيها الفنان الفارسي وهي تنسب إلى إيران في العصر الصفوي في القرن الحادي عشر السابع عشر الميلادي شايفين حضراتكم مدى الزخارف والعناية بها؟ طيب إيه علاقة الموضوع موضوع القميص بحماية الطفل بالإمام جعفر وجود هذا النص شايفين حضراتكم؟ حرز إمام جعفر صادق معروف طبعا الحرز الخاص بسيدنا الإمام جعفر الصادق على سبيل المثال بسم الله الرحمن الرحيم يا من إذا استعزت به أعازني وإذا استجرت به عند الشدائد أجرني إلى آخره طبعا كله ده مكتوب في البحث قطعة من القطعة الجميلة جدا والتي تعود أيضا إلى إيران في القرن الـ 18 الميلادي دلاية تمام؟ هذه الدلاية بقى مميزة ليه؟ لأنها قيل فيها أنها كانت تلبس كدلاية فرقبة وقيل أنها كانت تلبس هنا في اليد وكان يلبسها الجنود عند خوض المعارك الحربية طب إيه علاقة الأئمة الأطهار؟ أنها كانت تسجل على قطع وعلى قطع من العقيق وحضراتكم شايفينه ده نوع من أنواع العقيق الأصفر عليه أسماء الأئمة الـ 12 كانت تكتب بغية وتيمنا بالنصر على الأعداء قطعة من أهم وأجمل القطع القطع دي منتقاء يا جماعة كف يد هذا الكف زي ما حراركم شايفين عليه كتبات أيضا باسم الأئمة الأئمة الأسنى عشرية ومن ضمنهم الإمام جعفر الصادق رضي الله عنه وهي محفوظة في متحف الميترو بوليتن بنيورب ديت بقى من القطع المميزة المحفوظة في متحف الفن الإسلامي ليه مميزة؟ عشان عليها أسماء الأئمة الأسنى عشرية وعليها كذلك اسم النبي صلى الله عليه وسلم حتى مكتوب محمد سيد الأنبياء وعلي سيد الأوصياء وبعز فاطمة الزهراء وبعد كده أسماء الأئمة طبعا سيدنا الحسن والحسين وهنا حضراتكم لو لاحظتم إنه الكتابات معكوسة مقلوبة عشان لما يجي يختم تطلع الكتابات ايه؟ معدولة هنا مكتوب ايه بقى؟ وبجعفر الصادق في الأرض والسماء دي التفصيل لها نحن مش هناخد في ذكرهم ولكن أنا حبيت بس أوريكم التفاصيل القطعة لأنها فعلا من القطعة المهمة جدا والتي تنسب إلى إيران أيضا في العصر الصفور القطعة الأبل الأخيرة عشان ما نطولش على حضراتكم وينسحب بساط الوقت ده شاهد قبر شاهد قبر من إيران محفوظ في متحف الروضة المقدسة بقم مؤرخ بسنة 1290-1873 خاص بسيدة اسمها مهد علي زي ما حضراتكم شايفين الشاهد ده احنا بنسميه من الشواهد المصورة يعني ايه مصورة؟ يعني عليها رسوم آدمية زي ما حضراتكم شايفين هنا أوسم ليه أطفال مجنحة احنا بنسميهم في الفن بشكل عام كل الفنون السابقة سميتهم بالشكل ده بيسميهم ملائكة مجنحة طيب نفس القصة المعهود والمعروف أن شواهد القبور كانت نمط واحد على مستوى العالم الإسلامي ولكن باختلاف شكل الكتابة وطريقة المحتوى كانت بتكتب بسم الله الآيات القرآنية ثم اسم المتوفي ثم تاريخ الوفاة المميز في هذه القطعة أني من فوق هنا في الجزء الدائري مكتوب وهو الحي الذي لا يموت ومن تحت كده وبالصادق جعفر وبجعفر الصادق حقا كلمة وبجعفر الصادق حقا كأهد العلماء يعني هي صاحبة هذا القبر أو من عمل هذا الشاهد بيستعين وبيتيمن إلى الله هو بيتقرب إلى الله بأنه يغفر لهذه المتوفاة ببركة سيدنا الإمام الصادق النوعية جديدة من أهم النوعيات المصاحف مصاحف بتسمى بمصاحف الرل أو مصاحف الدرجة أنا جبت لكم نمازج عديدة منها وعايز حضراتكم تلاحظوا على سبيل المثال وليس إلا الفكرة بتاعة المصاحف الصغيرة دي أو مصاحف الرل أنها كانت بتكتب بنوع من الخط اسمه الخط الغباري الخط الغباري ده من أدق أنواع الخطوط وأصغرها صغير جدا تمام الفنانين أبدعوا في إنتاج مثل هذا النوع من الخطوط ولكن الإبداع الحقيقي أنه لما يجي يكتب به نص قرآني أنه يجي الفنان يتميز بمهارته الغير عادية بأنه يطوع هذه الكتابات في كتابة نص مقصود داخل هذا النص القرآني فهميني بس طبعا مش تحوير أو مش يعني لا يبتعد عن النص القرآني ولكن بمهارة الفنان يقوم بتنفيذ مثل هذه يعني يأخذ النص القرآني ويعمل به كتابات تانية فهمين حضراتكم زي مثلا إيه لا فتى إلا علي زي هنا مثلا وهنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم هنا وفاطمة بنت رسول الله وهكذا وهنا مثلا ومحمد وإيه وجعفة وصلت للقصة هو مش بيغير يعني والعياذ بالله أنه بيدخل الأسماء ديت في النص القرآني حاشا لله ولكن هو بيهيأ الكتابة شكل الكتابة نفسه وده إداع من الفنان يعني ديت مهارة فائقة جدا زي فكرة مثلا حساب الجمل مثلا إزاي هو يعمل نص كتابي بحساب جمل يديك رقمه ديت إبداعات من إبداعات الفنان المسلم طيب المصاحف ديت كانت بتتحطي فين بقى يا جماعة كانت بتتحطي في علب صغيرة وكانت بتتعلق أيضا تيمونا وتبروكا ودية أشكال للعلب اللي بتتحطي فيها سواء من الجلد أو من المعدن من أهم هذه المصاحف على الإطلاق هذا المصحف الذي ينسب إلى العصر المملوكي وهو تم صناعاته في مصر ومحفوظ في مكتبة بتسمى مكتبة شستو بيتي بلندن زي ما حالاتكم شايفين مدى الزخارف والعناية زي ما احنا شفنا الكتابات كذلك هو استخدم أشكال زخوفية ونباتية وهندسية وتطويع الكتابات القرآنية لهذه الأشكال طيب زي ما حالاتكم شايفين إيه علاقة المصحف ده بالإمام بسيدنا الإمام جعفر الصادق إنه جي في نهاية النص القرآني بعدما خلص من أو أنهى كتابة سورة الناس جي كتب حجاب جعفر الصادق حالاتكم شايفينه اللي هو ده حجاب جعفر الصادق وطبعا ده النص بتاعه الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلوا آخر حاجة أختم بها مسك الختام تحفى من مصر ومحبة لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وهي عبارة عن مسجد تم إنشاء هذا المسجد في العصر الفاطمي في عهد الخليفة المستنصر بالله تم إنشاء هذا المسجد من أحد المحبين الذي رفض أن يذكر اسمه محبة وقربا للإمام جعفر الصادق عمل إيه بقى في المسجد ده عمل لحتين تأسيستين اللوحات دي تكتب عليها بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله وحده لا شريك له محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة المحسن إلى الله الباري المفترض والمعتاد في الأسار الإسلامية لما يجي يعمل نص تأسيسي نحن بنسميه نص تأسيسي يكتب اسمه يقول لنا ده أنا فلان اللي عملت ده لكن شايفين ما ده رقي أنا مش عايز نظرة الناس لا أنا أنتظر الفضل والعطاء من رب العباد تمام دي نظرة إلى الباري أنشأ هذا المسجد المبارك لمولانا الصادق جعفر بن محمد ابن علي ابن الحسن ابن علي ابن زين العابدين صلى الله عليه مجمعين في سنة ستة وسبعين واربعمائة واربعمائة ستة وسبعين يعني عصر فاطمي عصر مستنصر بالله اللوحة التانية كان عليها آيات شعرية في متح آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ديت اللوحات الحراراتكم شايفينها وديت النصوص القرآنية أو التأسيسية بس من باب الأمانة تم تجديد هذا المسجد في العصر العثماني وتم تغيير اللوحات التأسيسية وكتابة هذا المقام باسمه رضي الله عنه يعني اختلاف الكتابة طبعا حتى نوع الخط أول ما بنقول عصر الفاطمي يبقى كتابة كفية طبعا الكتابات اللي حالاتكم شايفينها كتابة نسخية عادية خالص هنا طبعا نمازج لزيارة هذا المسجد وهنا وجود المقام الشريف الخاص بسيدنا جعفر الصادر طبعا ديت نوع من المساجد أو المقامات بنسميها في مصر مشاهد الرؤية يعني هو رضي الله عنه طبعا مش متفون فيه ولكن احنا بنسميه مشاهد الرؤية التي أقيمت من خلال المحبين له رضي الله عنه وأرضاه أشكر لحضراتكم حسن الاستماع وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته شكرا جزيلا لجناب الأخ العزيز الأستاذ دكتور عبد الحميد عبد السلام على بحثه القيم ونسأل الله أن ينفع به وأن ننتفع بما قال وأفتح الباب للمداخلة نعم مداخلة عفوا لتفضل وجناب الدكتور دكتور دكتور سبحان عفوا يساء يمينك آه يمين عفوا بس الدكتور يتداخل ثم نعود الجهة اليمين بخدمتكم خلص فضلوا من هذه الجهة كان المايك موجود بسم الله الرحمن عفوا دكتور نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بداية نتوجه بالشكر والتقدير لجميع الأساتذة الحاضرين في هذا المحفل العلم الكبير وأتوجه بالشكر والتقدير للأستاذ الفاضل الذي تفضل بإلقاء هذا البحث المبتكر والجميل في هذا المحفل العلمي ولكن ألفت نظر الأستاذ الباحث وأتمنى منه أن يعيد عرض صفحة المقدمة الذي التي تم عرضها بداية حتى أستطيع أن أتكلم وألقي الملاحظة التي لاحظتها المقدمة رجعا مقدمة باحثك لن تتعيد صفحة المقدمة بلا زحمة المقدمة الباحث ألا يجد الأستاذ الباحث أن هناك خطأ قد يكون غير مقصود فيما كتب في هذه الصفحة فلم نعهد سابقا ولا يمكن أن نرى لاحقا أن يفصل بين رسول الله في الصلاة بينه وبين آله بأي كلمة شكرا لكم أخذ باللاحظ هذه الملاحظة وتابع شكرا جزيلا شكرا لما حضرتك القيمة شكرا شكرا جزيلا بل خدمتكم تفضلوا جناب الدكتور الأخوة الحاضرون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عذرا الأساتذة الأفاضل المصورين بس أريد ألقى الكلام مع الباحث مباشرة تفضل مسموع البحث في ما طرح هو يكاد يميل إلى حفريات في سميائية النص وهذه السميائيات التي ذكرتها هي في الآثار والدراسة الفيولوجية تعني أن لهذه الآثار دلالة محددة هل كانت هذه الدلالات سياسية على اعتبار أن العصر الفاطمي يرفع الشعار الأئمة الاثنى عشرية على الأقل أو الإسماعيلية أو أبعد من ذلك أو أقل في هذا العنوان ثم هذه الدلالات الموجودة هل كانت هي للتبرك فعلا أم لأنها تقرب للسياسة ثم هذه اللي ذكرتها المعالجات الذهبية أو كذلك حتى الأوراق في المصحف فيها دلالات التجارية يعني المعروف عن الآن في المكتبات العالمية الرسمية يعملون نفس هذا النظام اللي هو نظام اللوحة في الكتابة فهذه هي نريد أن نقف عند هذه الدلالات فعلا كانت تنتمي لآل البيت والجحفر الصادق سلام الله عليه شكرا جديد شكرا أشكرا حضرتك على السؤال الطيب بص حضرتك إحنا لما تكلمنا في البحث قلنا أن من مميزات الفنون الإسلامية أنها ناقل لواقع المجتمع بكل ما فيه من تفاصيل تمام فلا أستبعد أني كل الأبعاد اللي حضرتك قلتها إلا أن مثل هذه القطع تصنع لبعد سياسي البعد السياسي هو أصلا أغلب هذه القطع كانت في فترة العصر مثلا الفاطمي أو العصر الصفوي يعني كانت الدولة تحكم بالمذهب الشيعي تمام فتأثير المذهب واضح ولا يحتاج إلى تقرب أصلا تمام لأن هذا كان حاجة عامة طيب إنما ولو اتفقنا على أني مثلا أننا بأقوم بإبداع قطع من غرض الكسب الاقتصادي أو للترويج الاقتصادي فهذا موجود ولا شك شكرا جزيلا بسم الله الرحمن الرحيم الأمين العام لرابطة خطباء المنبر الحسيني في النجف الأشرف سيد محمد النقيب شكرا للباحث الدكتور على المقدمة للأبيات الشعرية الرائعة في مدح أهل البيت سلام الله عليهم وأقول له حقيقة يعني من النجف الأشرف شكرا شكرا للباحث من بلد الضاد وأقول له كذلك لا يلفت الأنظار حسن جوادكم إن لم يكن فوق الأصيل أصيله فكنت حقيقا أصيلا في مدح أهل البيت وجزاك الله خير الجزاء أحسنتم سماحت سيد شكرا جزينا بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم عفوا بسم الله الرحمن الرحيم شكرا للباحث على هذا البحث ولكن عندي مقترح ورح أبين سبب هذا المقترح أنا أعتقد العنوان لو يكون هكذا يكون أفضل منطبق على المعنوان تماما العنوان يكون الإمام الصادق سلام الله عليه ويريت لو تكتب هذه الإضافات يعني غير مكتوبة هنا فقط الإمام الصادق من دون سلام لأنها ثقافة مهمة موجودة في مدرسة أهل البيت المفروض أن تدون الإمام الصادق سلام الله عليه في مرآة آثار وثنون المسلمين وليس في مرآة الآثار والفنون الإسلامية عندنا مشكلة حقيقة في المصطلحات مثل الفتوحات الإسلامية وهي فتوحات كارثية يعني حلت على المسلمين وحلت على الإسلام وحلت هذه الصور التي تم عرضها الآن هي عبارة عن ثقافات لدول يعني جاءت الدولة الصفوية عرضت أشياء جاءت الدولة العثمانية عرضت أشياء جاءت الدولة الفاطمية عرضت أشياء السؤال هنا هل هذه الثقافات تنسب الإسلام أو تنسب إلى المسلمين مع ما فيها من إيجابيات وسلبيات أنا لا أتحدث عن إيجابيات ولا سلبيات ولكن مصطلح الإسلام مصطلح يجب أن يحفظ هذا مسألة جدا مهمة فعندما أقول هذه آثار وفنون إسلامية يعني العنوان يستبطن حالة مهمة جدا الآن لو أستعرض الفنون والآثار للدولة العثمانية أجد أيضا أكثر من هذا بكثير لمن تولوا فحقيقة هذه المصطلحات يجب أن تأخذ بدقة وتلاحظ بعناية فإذا كان العنوان الإمام الصادق سلام الله عليه في مرآة آثار وفنون المسلمين جيد جدا سكانت الدولة الصفوية دولة العثمانية الفاطميين غيرهم غيرهم هكذا ليش لأنه فيها فيها دلالات قد لا تقبل حتى في مدرسة أهل البيت سلام الله شكرا جزيلا شكرا لحضرتك على طرح السؤال القيم بس إن شاء الله يعني عشان الإجابة عليه مطولة جدا ولكن اختصارا أنا هقول لك على حاجة واحدة بس إحنا بنسمي يعني ما ينفعش نقول في مرآة آثار وفنون المسلمين عشان حاجة واحدة بس إحنا المعهود في المنهج بتاعنا الدراسي الخاص بالآثار الإسلامية يمكن على مصور الوطن العربي إن الفنون الإسلامية متنوعة في منها فنون خاصة بالخزف فنون خاصة بالنسيج بالمعادن كمان فنون خاصة بالخط العربي بأنواعه المختلفة يعني أنا عايز أقول لك على حاجة بس الخط الكوفي أكتر من سبع أنواع فكل خط منه أو كل نوع من الخط يعتبر مدرسة فنية الوحدي فعشان كده إحنا بنقول كلمة فنون إسلامية للتنوع شكرا لحضرتك ولنا لقع جانيب فضلوا جانب الدكتور طبعا بأتقدم بالشكر لأستاذ الدكتور عبد الحميد على البحث القيم الذي قدمه والخاص بالآثار الآثار هي المرآة فعلا كما ذكر وفي العنوان والآثار تعتبر خير دليل وعلى التاريخ على تأييد التاريخ صحة التاريخ أو تزييفه وإحنا عهدنا في بعض المستشرقين لما تكلموا عن آل البيت أو عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله تحديدا زيفه كتير من الحقائق الآثار هي الشاهد والدليل الأكبر على مستوى الثقافات عامة في تأكيد المعلومة أو تأكيد ما جاء في كتب التاريخ أو في المصنفات التاريخية وهذا محسوب للسيد السيد السيد الدكتور واجدتم في أن الآثار هي أقوى دليل تعتبر دليل دامغ على ما جاء في التاريخ دمت موافقا مسددا شكرا أستاذي شكرا أستاذي شكرا أستاذي شكرا يا دكتور الله تنتقل الكلمة إلى السيدة وآخر مداخلة شكرا جزيلا أستاذ دكتور حورة عباس كرماش من جامعة باب الكلية التربية الأساسية شكرا جزيلا دكتور على هذا البحث القيم السؤال لك حول الآثار لم تلاحظ دكتور هذه الآثار لم تلاحظها أنه انتشر التشيع في الجمهورية حول بلدى الشعب المصري سؤال جميل جدا 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 بصي حضرتك يعني أنا عايز أقولك أن الشعب المصري كمسلمين وأنا منهم واحد من المسلمين الذين يدينون بالإسلام ويدينون بالمذهب السني محبا بل وعاشقا لآلة بيت النبي صلى الله عليه وسلم محبا جدا وهكذا يمكن أنا عايز أقولك أغلب المصريين والدليل على ذلك أننا نجد في مصر أكثر من غيرها من الدول من منشآت خاصة بآلة بيت النبي صلى الله عليه وسلم تعتبر مزارات له وعندنا وعندنا ليس أدل من مشهد الإمام الحسين عليه السلام مسجد السيدة زينب رضي الله عنها مسجد السيدة نفيسة كلها مزارات إسلامية وجود مثل هذه القطع التي صنعت في مصر أو خاصة بمصر أو في غيرها من دول العالم الإسلامي ليس دليلا على وجود فكرة المزهد كل له مزهد شكرا جزيلا شكرا جزيلا دكتورة جارة الوقت يعني كل شمباي يالا تفضل السلام عليكم دكتورة زهراء دخيري من الجامعة اللبنانية عفوا ملاحظة صغيرة فيما يتعلق بالعنوان ملاحظة لغوية الإمام الصادق في مرآة الآثار الإسلامية وفنونها عدم الفصل بين المضاف والمضاف إليه وشكرا شكرا جزيلا شكرا يا حضرت شكرا شكرا جزيلا شكرا لأخ الدكتور عبد الحميد عبد السلام شكرا لأخ فقتم وشدتهم الله شكرا جزيلا أدعو الأخ الكريم الأستاذ الدكتور عمار جاسم عمار جاسم مسلم حسين أستاذ التربية البدنية وعلوم الرياضة أشرف على عدد من الرسال والأطاريح الجامعية وله مؤلفات وبحوث ومؤتمرات وندوات وبحثه طريف أهلا وسهلا به وأدعوه إلى يعني فإن للسامعي نشاطا تزيد خيرا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآل بيته طيبين طهرين أبتدع حديثي بتحية الإسلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ألقي على مسامعكم ملخص لبحثي الموسوم شواهد من بعض أحاديث الإمام الصادق عليه السلام وآثارها في التنمية البشرية المستدامة كما معروفنا كالكثير من الموارد الطبيعية التي سخرها الله إلى الإنسان لتوفير المناخ المناسب لاستمرار الحياة ولكي يتمكن من البناء والتقدم الإنساني والحضاري وهذا يتطلب تنشئته تنشئ ذلك الإنسان وإعداده للمحافظة على هذه الموارد وتعظيمها وهذا ما يطلق عليه التنمية البشرية المستدامة والتي تعرف بأنها العمل على إلقاء الأنظمة الحيوية في البيئة متنوعة ومنتجة ويجب حفظها إلى الأجيال لذا يجب تهيئة مجموعة من القواعد الأساسية لتحقيق هذا الأمر ومن أهم تلك القواعد هو الاهتمام بقطاع التعليم ومحاربة الأمية والفقه وإعطاء فرص متكافئة للجميع فهنا ذلك يوقظ لقدرات العقلية التي تكسب الوعي ويمنح الفرص للمحافظة على الموارد الطبيعية ثانيا الاهتمام بقطاع الصحة الذي يعد أحد المعايير الأساسية التي تبين تقدم البلدان ويمنح السلام الصحية بجوانبها النفسية والوظيفية والجسدية وهو يمكن الفرد من الأداء لواجباته ومهاراته وتكيفه مع المحيط الخارجي ثالثا عداد واختيار الإدارات الكفوء القادرة على التأثير بالآخرين والقادرة على التخطيط العلمي والتنبع بالمستقبل وهو الذي يضمن التنمية البشرية المستدامة رابعا تفعيل القضاء والرقابة ولذلك من هذه المقدمة يرى الباحث ما هو السؤال الذي يحتاج إلى إجابة في هذا البحث الذي دفع الباحث للكتابة في هذا الموضوع السؤال ما هي القواعد الأساسية التي تمكن الإنسان بالتكيف مع المحيط الخارجي مع توظيف مواردها وتعظيمها وما هي النصوص الواردة عن الإمام الصادق عليه السلام التي تجيب على هذا التساؤل ولبيان بعض أو جزء من المشكلة التي يجيب عليها التساؤل اليوم إن إدارات الدول لا سيما اللي هي في محيطنا العربية تشارك في استنزاف الموارد الطبيعية وضياء تلك الموارد ولا توجد لديها الخطط للحفاظ على تلك الموارد للأجيال كما لا تتملك خطط للتنمية البشرية لمجتمعاتها وأفضل دليل على ضياع أبنائها لا سيما فئة الشباب في فضل هذا التقدم العلمي والتكنولوجي للدول الغربية والذي يواكبه تردي في القيام الأخلاقية نجد أبنائنا يتبنون كل ما يزدر من تلك الدول من آراء أو أفكار دون إعطاء الفرصة للتحقق منها بل يضع نفسه حق للتجارب لتلك البرامج والأفكار ولذا يعتقد بعض الشباب وكذلك جزء من الأكاديميين والمهتمين في هذا الموضوع أن التنمية البشرية المستدامة أن التنمية البشرية ممنون شكرا أن التنمية البشرية المستدامة هو مصطلح حديث وهو نتاج للمؤسسات العلمية الغربية وهو ربما يكون غائبا عن علوم أهل البيت في حين هذا دليل على عدم الفهم والوعي الكافي ومن هنا يرى الباحث لتحقيق ذلك تحل المشكلة لتحقيق وضع بعض الأهداف منها أولا تسليط الضوء على النصوص الواردة عن الإمام الصادق عليه السلام التي تحدد الأسسة التي تتحقق من خلالها التنمية البشرية المستدامة ثانيا نشر علوم أهل البيت عليهم السلام ولتحقيق تلك الأهداف التي تم ذكرها رأى الباحث بعد ما تم عرض عدد من النصوص الواردة فيها التي تحمل في طياتها وصول التنمية البشرية المستدامة وتم تصنيفها إلى محاور ومطالب وثم تقام بتحليلها ومن بين تلك المحاور حتى ما آخر من الوقت عدة محاور منها رعاية التعليم الصحة النفسية السلام الصحية السلام المجتمعية والقضاء والرقابة وغيرها المحور الذي ودت أن أتحدث فيه المحور الأول هو رعاية التعليم إن النداء الأول القادم من السماء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله هو حث أبناء الأمة على التعلم بصورة العلق لأنه السبيل في المعرفة واكتساب الوعي وإدراك الزمان وما يدور حولهم فهو عملية التحصين من التلوث بالأفكار المنحرفة التي تجرد الإنسان من هويته ومن إنسانيته ولذلك ورد عن الإمام الصادق عليه السلام في هذا المضمار العالم بزمانه لا تهجم عليه اللوابس فالتعلم هو المضاد البيولوجي لتلك الأفكار المنحرفة ولذا يجب السعي في تطوير المناهج بشكل يتوافق مع حاجة السوق وحاجة المجتمع وتطور الحادث وبذلك تعد عملية التعليم هي أحد الأركان الأساسية التي تعتمد عليها التنمية البشرية المستدامة ومنها قول الإمام الصادق عليه السلام عالم أفضل من ألف عابد وألف زاهد السبب يرجع لأن المرحلة التي عاشها الإمام الصادق عليه السلام مرحلة مليئة بصراعات بالأفكار وبالتالي كان يدعو إلى عملية والحيثة على التعلم المحور الثاني المحور الثاني السلام المجتمعي أن ارتفاع مستوى خطاب الكراهية والأحقاد وتوارثه وتوارث الاقتتال ربما يكون داخليا أو خارجيا والصراعات الحروب تحدث لأسباب متعددة وهي الجزء من نتاجاتها لتلك الحروب هو الفقر والبطالة وتفشي العدائية وظلم الجهل وتوقف أغلب المؤسسات لا سيما الخدمية وقطاع التعليم والطراب قطاع الرعاية الصحية وخفاض تجارة ونزوح السكان وغيرها ولذلك يحث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا كذلك يقول الإمام الصادق عليه السلام إياكم والخصومة فإنها تشغل القلب وتورث النفاق وتكسب الضغان وما يشار في هذا الحديث الشريف والنص إن الخصومة تتوارث من الآباء إلى الأبناء وبالمقابل كما يضح الآخرين للاقتتال يجب أن يضح الآخرين لرعاية السلام والدفاع عنه ولذلك يقول الإمام الصادق عليه السلام للمفضل إذا رأيت بين إذا رأيت بين اثنين من شعتنا منازعة فافتديها من مالي وهناك محاور كثيرة من هذا المجال ولكن أود أن أخرج بي ملخص لموضوعي وهو إن الاستدامة التي تطرحها لأفكار في المدارس الغربية والأوروبية هي متشابهة ربما بالعناوين مع الشرع الإسلامي مع الدين الإسلامي ولكن تختلف في التطبيق وبعض المحاور مثلا على سبيل المثال إن النمو المالي والنمو الموارد وتعظيمها في المؤسسات الرئيس المالية والاشتراكية لا تعني كيف تجب الأموال وكيف تجمع ومنها توجد فيها جمع الأموال بطريقة الربوية وهذا لا يحدث بالتنمية البشرية المستدامة لتعزيز الأموال ومواردها في الجانب الدين الإسلامي بل بالعكس أن المدارس الغربية وتبني عمليات الإنفاق تقابلها عمليات نقص أمامها يعني كل ما ينفق من الموارد فيها نقص أمامها في الدين الإسلامي لا بالعكس أنه الإنفاق كالزكاة هو فيها نمو الأموال ثالثا أن العمليات الربوية في عمليات الاقتصاد يقابلها الاقتصاد الإخلاقي بجانب الدين الإسلامي رابعا عمليات التعلم لا تهتم بعملية التغذية لا تهتم عمليات الكسب لا تهتم بعملية اختيار الزوجة الصالحة إنما في الدين الإسلامي أول عملية للتعلم هي اختيار المرأة الصالحة وثانيا عمليات كيفية تغذية الطفل وهو ما يتحدث فيها أمير المؤمنين يقول توقع العفو لا تسترضع الحمقاء فإن اللبن يغلب الطباع فهو يورد يورد الأمراض الأمراض الفكرية الأمراض النفسية أنا أخيرا أتمنى الشكر في جنابكم شكرا لسيلا لجناب الدكتور الكريم الأستاذ دكتور عمار جاسم مسلم حسين على بحثه وأدعو له بالتوفيق فإن فضل جناب الشيخ أولا للتدافل معه العفو وين الشباب بالنسبة لل أبخدمتك وصل إليك لاقط الصوت بسم الله الرحمن الرحيم والأستاذ الفاضل الدكتور عمار جاسم الحقيقة أنا أعضد رأيك فيما تعلق بسلبية التنمية البشرية في الغرب لأن في الواقع التنمية البشرية نحن نختلف تماما كطبيعة ما أقول كبشر وإنما كطبيعة إسلامية عن الغرب الغرب ما عدا محددات إخلاقية مثل ما تفضلت في تعامل الربوي فالجزاء الحقيقة هذه ملاحظة جدا نتذكر الله خجزها ولكن أنا إذا تسمحني أريد أن أضيف بحثكم أقيم أنه تفضلت فيما يتعلق بتنمية البشرية أنه الإمام الصادق عنده حديث إذا تسمحني أضيف الحديث أنه عالم أو ظلم من ألف عابد الإمام حقيقة عنده قوة راعى جدا من تساوي يوما فهو مغبون هذا جدا حديث راعي فيما يتعلق بتنمية الإنسان المؤمن للنفس جزائكم الله أحسنتم جزائكم الله خير فضل جناب الشيخ ثم حضرتك بكم الشيخنا الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أشكر جناب الباحث جزائكم الله خير قيثر جاسم طالب علم نجف الأشرف حياك تفضل جناب الباحث جزائها الله خير في المحور الأول في تفضيل العلم قال أنه روية عن الإمام سلام الله عليه على أن العالم أفضل من كذا زاهد وكذا عابد وزاد النغر مصوتي بكلمتي زاهد وعابد سؤالي لجناب الباحث ماذا يفهم من كلمة العالم هنا تفضيل العالم على كذا زاهد أو عابد ماذا يفهم من كلمة العالم بزاكم الله خيرا شكرا جزيلا هناك حديثي ممكن شريف ولا أنا لا أتحدث فيه حضر جناب المشايخ بس يقولون الزاهد والعابد ينجو بنفسه أما العالم ينجو معه الناس هذا الفرق العالم العالم هو الذي ينجو معه الناس بالتعلم هو الذي يضع الطريق السليم والذي يمنح الأفكار السليمة ويبعد الأفكار المنحرفة هذا العالم شكرا جزيلا بظني وأنا أقلكم علما وبضاعة أنه تمت إشكالية منهجية كبرى في التعامل مع المصطلحات والمناهج الغربية وكأننا نسلم بها ثم نعرض ما لدينا من تراث عليها وهذا معكوس ينبغي أن نفصل وأن نوازن ممكن أن تكون هناك موازنة بين المنهج الحديث وبين القديم وهنا أقول لدينا مصطلح الاصطناع واصطناعتك لنفسي ومصطلح التزكية وموظومة كاملة ببناء الإنسان تختلف عن التنمية البشرية التي أراها قاصرة من جوانب كثيرة وشكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا جناب الدكتور وطبعا هذا الموضوع إذا أذن لي جناب الدكتور الله يطول عمره هو موضوع إشكالي يعني إحنا إذا أردنا أن نتعالج نتعالج بالليزا وإذا تحدثنا عن المصطلح يعني شوية ننظر إليه شزرا نسأله يعني يجب أن نتعامل بشيء من تفضل الدكتور آسف هذا يعني مع الدكتور نعم هو المفروض من تعالج قضية يجب أن تدين الشخص من فمه هذا المصطلح أو جتة المؤسسات الغربية يجب أن نبين الفئات العاملة بها بمجال التعلم أن هذا المصطلح هو مصطلح موجود سابقا في علوم أهل البيت الموجود المفهوم وليس المفهوم نعم صح المفهوم أحسنت أرجو أن المتداخل الكريم يعرف بنفسه ثم يتفضل بسم الله مرحيم فأشكر شي وسشاء الأيمين عامل في العتب العباسي المخدس حيا أول شي أحب أن أشكر الأستاذ يعني الدكتور على الطرح هذا يعني نحن بحاجة إلى موضوع السلام المجتمعية والصحة المجتمعية لأنها ضرورة أصبحت للمجتمع لكن على الأسف يعني نحن ثقافتنا قليلة به الموضوع فأشكرك أنه أثرت هذا الموضوع وتعليق بسيط على الموضوع الزاهد والعالم الإمام جعفر صادق عليه السلام كان في المدينة وهو زاهد وهو عالم وكان كثير منزهات في المدينة من يعرفهم؟ نحن يعرف جعفر الصادق لأنه كان عالم ولذلك العالم له مكان عند الله وعند المجتمع فلا بأس أن يكون إنسان عائما وزاهدا والعالم هو مثل ما تفضلته يفيد المجتمع ويفيد نفسه شكرا جزيلا دكتور شكرا جزيلا نحن ننظر فيه فضلوا جناب الأستاذة عند الأخوات هنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا جزيلا للأستاذ لأنه تناول موضوع جدا حيوي وحاليا هذا الموضوع صراحة يأثر على أغلب شباب الجيل الحالي الشعب العراقي وخصوصا موضوع التنمية البشرية أنا هبا عبدالهاد السلطاني مدربة تطوير شخصي وأحاول هذه الفترة أنه أفصل المصطلحات الغربية وأبين للشباب أن هذه المصطلحات هي ضارة أكثر مما هي نافعة إذا لم تعرض على مصطلحات مثهبنا ومصطلحات اللي تكون دقيقة أكثر وتشمل هذه المنظومة الأخلاقية اللي من خلالها نقدر ننطلق انطلاقة حقيقية وصحيحة وأنا من خلال تواجد الأخوة الطيبين الشيوخ السادة الباحثين أرجو ورغبة منهم جميعا أن يوفرون بيئة للباحثين لتقويم هذه المصطلحات وأفهار مصطلحات تنموية حقيقية لأن هذه الحرب الحالية التي نشتها حاليا هي حرب مصطلحات حرب مصطلح ويبدأ الشرح عليه والشرح قاصر لأن المصطلحات الغربية مثل ما تفضلتوا تكون قاصرة ولا تشمل هذا هذا الثراء الفكري لأهل البيت عليهم السلام وشكرا جزيلا لكم والحسن استماعكم الوقت الذي يتم بهذه المواعظ والوصايا والنصوص لا يوجد بمساحة كافية من العلوم بحيث توجده مصطلحات مثلا أكون رسالة ذهبية لإمام الرضا عليه السلام في الثقافة والتغذية ومن مصطلحاتها من ضمن تدابير سياسة الجسم هي مثلا نصوص في الطب البديل لا يوجد نص في ذلك الوقت في الطب البديل ولكن هي تنبيه واستثارة للعقول القادمة على إيجاد هذه المصطلحات وهذه العلوم شكرا جزيلا للسادة الباحثين الكرام على ما قدموه لنا من نتاج عقولهم الكريمة وشكرا للسادة المتداخلين الكرام وأعتذر لهم فإن ثمة شبها بين مقدم الجلسة ومحاسب الدائرة وهي البخل مما يجعله محل صخط الأخوة دائما الله أدعو لكم بالتوفيق ولنا بالتوفيق في خدمتكم وخدمة المولى أبو الفضل العباس سلام الله عليه وأسأل الله أن نلتقي في المؤتمر القادم وفي المؤتمرات القادمة وفي الجلسات القادمة ونحن ننعم بالولاء لمحمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل بيت الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد شكرا جزيلا لكم أستاذنا الكريم رئيس الجلسة البحثية أستاذ الدكتور سرحان شفات على هذه المشاركة الطيبة والشكر موصول لكل باحث وحاضر وسامع ومشارك في إنجاح هذا المؤتمر باسم إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه ضمن فعاليات أسبوع الإمام الدولي الثاني الذي تقيمه الأمان العامة للعتبة العباسية المقدسة أسأل الله لكم ولنا التوفيق للسير على نهج إمامنا الصادق في الدنيا وأن لا يحرمنا من فضله وشفاعته في الآخرة ببركة الصلوات العالية على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد هذه دعوة للسيد نائب الأمين العام في العتبة العباسية المقدسة الأستاذ المهندس عباس موسى ليشاركنا في تكريم السادة الباحثين الكرام يتفضل محيم بالصلوات العالية على محمد وآل محمد تكريم للأستاذ الدكتور عمار جاسم مسلم المحترم يتفضل محيم بالصلوات العالية على محمد وآل محمد تكريم للأستاذ الدكتور عبد الكريم حسن بور المحترم حياكم الله محيم بالصلوات العالية على محمد وآل محمد تكريم للدكتور عبد الحميد عبد السلام المحترم موجود إن شاء الله هم ينوب عنه موجود تكريم السيدة للسيدة كوثر فليح الموسوي حياكم الله أهلا وسهلا بكم نحييها بالصلوات العالية على محمد وآل محمد نعم تفضلوا حياكم الله شكرا جزيلا لسيد نائب الأمين العام في العتبة العباسية المقدسة الأستاذ المهندس عباس موسى على هذه المشاركة الطيبة هذه دعوة لأستاذ الحاج جواد الحسناوي عضو مجلس الإدارة في العتبة العباسية المقدسة ليشاركنا هذا التكريم يتفضل محيا بالصلوات العالية على محمد وآل محمد حياكم الله الأستاذ محمد معمير يوسف المحترم حياكم الله يتفضل محيا بالصلوات العالية على محمد وآل محمد الأستاذ الدكتور حوراء عباس المحترمة حياكم الله حياها بالصلوات العالية على محمد وآل محمد الأستاذ الدكتور علي نيكو كار المحترم موجود أو من ينوب عن حياكم الله يتفضل أيضا نحييه بالصلوات العالية على محمد وآل محمد الله الأستاذ الدكتور أركان حسين التميمي المحترم حياكم الله فضيلة الشيخ أهلا وسهلا بكم أيضا نحييه بالصلوات العالية على محمد وآل محمد فضيلة الشيخ علي سعدون الغزي المحترم حياكم الله فضيلة الشيخ نحييه بالصلوات العالية على محمد وآل محمد الأستاذ الدكتور سرحان شفات المحترم رئاسة الجلسة البحثية حياكم الله دكتورنا الكريم أيضا نحييه بالصلوات العالية على محمد وآل محمد الأستاذ السيد عبدالستار الجابري المحترم حياكم الله سمحت السيد أهلا وسهلا بكم حياكم الله سيدنا الكريم نحييه بالصلوات العالية على محمد وآل محمد تكريم أيضا لفضيلة الشيخ حميد فليح الكلابي المحترم موجود حياكم الله فضيلة الشيخ أهلا وسهلا بكم نحييه بالصلوات العالية على محمد وآل محمد الأستاذ الدكتور ميثم كريم المحترم موجود حياكم الله دكتورنا الكريم أيضا نحييه بالصلوات العالية على محمد وآل محمد تكريم للأستاذ الدكتورة سمانة عزيز عبد الحسن موجود حياكم الله نحييها بالصلوات العالية على محمد وآل محمد مفرش شكرا للمتنان لأستاذ الحاج جواد الحسناوي المحترم عضو مجلس الإدارة في العتبة العباسية المقدسة على هذه المشاركة هذه دعوة لسمحة السيد عماد الجابري المحترم مدير مركز الصادقين عليهم السلام ليشاركنا هذا التكريم نحييه بالصلوات العالية على محمد وآل محمد حياكم الله سماحة السيد أهلا وسهلا بكم تكريم للأستاذ الدكتورة دلال إسماعيل عزيز المحترمة موجودة إن شاء الله غير موجودة إن شاء الله حياكم الله نيابة عنها أو حياكم الله أستاذنا الكريم دكتورنا العزيز يتفضل محيا بالصلوات العالية على محمد وآل محمد نعم أكرم بكم تكريم للأستاذ الدكتور قحطان عليوي المحترم إذا كان موجود أو مينوب عنه إن شاء الله تكريم الأستاذ ميادة الإبراهيم المحترمة حياكم الله نحييها بالصلوات العالية على محمد وآل محمد حياكم الله تكريم للأستاذ الدكتور عنتا الرمضاني المحترم حياكم الله أيضا نحييه بالصلوات العالية على محمد وآل محمد مفور شكر والامتنال لسماحة السيد عماد الجابري على هذه المشاركة الطيبة حياكم الله سيدنا الكريم هذه دعوة لسماحة السيد ليث الموسوي عضو مجلس الإدارة في العتبة العباسية المقدسة يشاركنا هذا التكريم يتفضل محيا بالصلوات العالية على محمد وآل محمد تكريم للأستاذ الدكتور عبدالوهاب باشا المحترم نعم تفضلوا وتكريم للسادة الباحثين الذين كان لهم دور في إنجاح هذا المؤتمر باسم إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه نعم بخدمتكم إن شاء الله وأيضا نيابة عن الدكتور عز الدين حياكم الله إذن يستلم أيضا نيابة عنهم حياكم الله إذن نحييه بالصلوات العالية على محمد وآل محمد الله صلي على محمد وآل محمد تكريم للأستاذ الدكتور جعفر جمعة زبون المحترم حياكم الله دكتورنا الكريم نحييه بالصلوات العالية على محمد وآل محمد نعم اللهم صلي على محمد وآل محمد تكريم للأستاذ الدكتور عبدالحميد عبدالسلام المحترم حياكم الله دكتورنا الكريم من مصر أهلا وسهلا بكم نحيي بالصلوات العالية على محمد وآل محمد تكريم خاص أيضا بسماحة الشيخ علي الغزي المحترم على مشاركته الطيبة يتفضل محيي بالصلوات العالية على محمد وآل محمد تكريم خاص أيضا لمركز المدار المعرفي للأبحاث وابعاد السياسات من الجزائر استلموها نيابة عن مدير المركز الدكتور عنتا الرمضاني المحترم أيضا يتفضل محيي بالصلوات العالية على محمد وآل محمد شكرا جزيلا سماحة السيد ليث الموسوي على هذه المشاركة الطيبة رضو مجلس الإدارة في العتبة العباسية المقدسة شكرا لكم جزيلا سيدنا خدام أبي الفضل العباس عليه السلام ونحن بسم الله الرحمن الرحيم فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين صدق الله العلي العظيم في هذه الأيام وفي هذا اليوم الطيب المبارك ذكرى المباهلة فهنيئا لنا بهذا الاتباع لنهج محمد وآل محمد فعلى حبهم صلوا على محمد وآل محمد